تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المتجد إذن أجد الترحب بكافة المستمعين الكرام في هذا اللقاء التواصلي واللي قد نواصل الحديث فيه على مختلف المواضيع المرتبطة أساسا بكرة القدم غير نذكر بأن المستمعين بإمكانهم يتواصلوا معنا عن طريق الرسائل في الواتساب في الرقم الهاتفي اللي هو 06-19-91-91-06-19-91-91 وهذا رقم يعني مشي للإيجابة هذا رقم غير تنبعته فيه غير الرسائل المكتوبة عن طريق الواتساب في هذه التعليقات سيفسارات ديال المستمعين الكرام إذن أرحب أيضا بزميل يونوف ستوديو زميلي المهدي أبزيق المهدي مرحبا مرحبا سي سائد مرحبا بالزمال الكرام وكل المتابعين الأوفياء إذن في غياب زميلنا العلي بالعياشي نحاولون شكولوني بحثون اليوم في مناقشة المواضيع المرتبطة وطبعا مع المستمعين الكرام سواء التي يعلقوا على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو أيضا على الواتساب تظهرني بأنه كمزاف ديال المواضيع اللي فيهم نقاش خاصة ونحن على مقربة من مباراة الدولية ديال الفريق الوطني المغربي وطبعا كين هناك تألق ديال اللاعبين المغاربة اللي قدر نقول بها ديالي أول مرة عندنا واحد الكم هائل من اللاعبين اللي حصلوا على ألقاب سواء على المستوى الأوروبي أو على المستوى القاري في جميع القاري على كونها قدر شغل هذا الموضوع ولكن نبدأ بالتسلسل نبدأ بالبطول الوطنية اللي غا تسأنا في اليوم بتجوج ديال المقابلة تعدنا المغرب فاسي مع حسنية أقا ديال الاتحاد ورقام على مغرب التطواني ولكن يخسين ديالتوقف حول المقابلة ديال الرجاء مع نهضة بركانية يلاحتي بأنه المستمعين انتهم ما غيكونوا لاحظوا بأنه كنا حاسبين أنه هاد المقابلة هذي غادت كنا تنتقل بأنه شاسي حديد المصير ليكون كذا ليكون كذا أنا غادي نعترف واحد الخطأ كنتم يرتكبوا يعني أنه الفارق ديال النهضة البركانية من بعد ما فاس في المقابلة المؤجلة اللولة ليا دياله تيطوان أنا كنتم ضيعوا ما ديروش واحدة ديال النقاط فإذا بيتلقى بأنه فارق ديال البركان عنده ستا وربعين نقطة وليد عنده واحدة وربعين نكيفة فاسة ديالنقاط فأنا في واحد وقت كنت يبلية عنده مثل ثلاثة وربعين تنقول ثلاثة وربعين وواحدة وربعين غادية مش يجي نقول بأنه ما لعبوش مقابلة لأنه الرجاء كانوا أفضل بجميع المجالات فارق ديال البركان خارج من من الخسارة ديال الكأس بها الشي كل شي غايكون مؤثر إضافة للكون بأنه الفارق ديال خمسة ديالنقاط تيخلي الواحد الهامش ديال ديال كاسمي هامش ديال أنه رمشي مشكلة واخد تخسر أنت عن الخمسة ديالنقاط على المهم فهذا المقابلة دي أنا يعني تبعتها من الأول تلخر لقيت بأنه كان فارق غير رجاء بوحدو قول الفارق ديال بركان كما قال المدرب ديالنقاط ما عرف شي شنو ما تعرف أنه فارق عنده فارق عنده الرجاء كانت عنده رغبة لأنه بالنسبة له عنده هدف يعني بش يبالك بأنه ماتت كل أهداف مختلفة صعيب أنه الإنسان يتحمس على شي حاجة اللي ما تترغمش عليها على أن يكون مزيان رجاء جيبال لهم هم نقطة وحدة بقت على جيش الملك وغان رجع لهذا النقطة دي لأنه عندنا تأتي ريال لباقي المباريات وفعلاً كنا كنت نتظروا مبارة قوية بين الرجاء الرياضي والنهضة الرياضية البركانية بان خلال المقابلة أنه طبيعي الحال فقد الكاس أثر نفسياً للاعبين الفريق النهضة الرياضية البركانية يلعبوا المقابلة كنت أعتقد بوحد يوجد الغيابات ولكن يعني نحن قبل المقابلة من التحدث ما تحدثنا لا على أن فريق بركان غادي يمشي لعب من أجل الاسم دي الفريق النهضة الرياضي البركانية بغض نظر على الحسابة دي له مع الويدات إنه رأى المبارة دي للراجع أنا بس أكون أمين معك أنا كنت بهذا القضية حاسب على أنه عنده جيال نقاط يلخسر المرتبة الثالثة شو أنا تنع تعرف مش حاسب بين خمسة دي النقاط وكنس السعيدة أنا أوليس كان لعب ساب المبارة دي لبركان والراجع بين أهم المباريات في البوطولة وكانت قديمة عند الأهمية دي الهما بين الفريق صحيح صحيح واغل الشي المقابلة واغل التنافس واغل التنافس غيرنا أنا تنقول لك لما غتجيب عنك خمسة دي النقاط وغتجيب عنك عد خلطين واحد مقابلة خاسر نفسية ما هيش يعني يعني وخات بغيت ترجع في المقابلة أمام واحد فريق اللي هو كان عنده حمس الأكبر إنما نسلم من الراجع كان هو حمس أكبر إنه عنده طموح عنده طموح عنده رغبة هو تيبله ديك ساعات نقطة نقطة هذا ولا ده نقطة وبين خلال بداية المقابلة دك الحمس الكبير دي لعب دي الراجع ودك الضغط تقريبا أنا شبهت بالبداية دي المبارة الزماليك وبركان دي الراجع لبداية المقابلة شابية تقريبا من ديك النساء الأولى دي الزماليك ونظرية دي البركانية وكما كان منتظر كان انتصر يوالحس ما كانتش نتظر يعني قبل المقابلة ما تقدرش تقول بأنه الراجع يقدر انتصر بثلاثة الصفر يمي على فريق نظات بركان ولكن من خلال المقابلة الراجع بان بأنه كان مستعد مزين على جميع جوانب وكان بغي انتصر وأمام الجمهور وكان فوز مستحق الفريق الراجع وهذا شيء جميل بالنسبة لتشويق في البطولة باش تبقى ديك ديك المنافزة حتى الآخر الدورات والآن غيبدأ الحديث من الآن المباريات المقبلة دي الجيش والمقبلة دي الفريق الراجع تداء من يوم غدا إن شاء الله دبا أنا تظهر لي بأنه اللي فكر اللي فكر في شي حاجة من غير شي اللي غيكون غدا إن شاء الله وليوم هيكون غالط لا بنسبة لأخير ترتيب المقدمة ديال الترتيب مقابلة مقابلة حيث الحساب بديل أنه عندي هذا المقابلة ما تتضمن تشهي مقابلة تتضمن أنك تتربحها تتشهي مقابلة ما غتتضمن أنك تربحها تفكر فيها لا بنسبة لنراجع فتانجا يكهير كين ولا بنسبة لنجمال يتقبل السوالم والسيق بالحضور للجمهور لا يعني لا القاضية ديال اللي عند الأهمية ديالها هي القاضية ديال فارق اللي تيكون متحمس باش يوصل ولما تيوصل يعني تيكون عنده واحد كاس ميان مش يقول واحد الرغبة أكبر هذك الفارق بحده بالجمال يكن ولو البرعاء ديال النقاط ديبولت وتتلقى بأنه الفرحة ديال المنافس يمكن أكبر أكبر تيحس بي أنه الاخرين ربقى ملونين ولكن لما تيحس بي أنه كانت ربعة ولت وحدة تيحس بحلا صافي دغط حلا واحد دوال كان هو الضغط صافي وكما تيقول في مصطلح ديال الصحة فاريادية شديد الخين اه صافي متي وصلا وتيبقى يحس بي كانوا غير النقطة دبع روصل طولين بحل تسمية بحل الشكل ديال الماراتون الماراتون الملوح تيكون ماراتون لا أي سباق اللي تكون شوية في مسافة طويلة لما تيرجع ذاك اللي تيكون عنده المقدمة وتيرجع عليه من الخلف اه الفثانيين تيقول هذا اللي وصلني سفر غادي دوزني اه اي شو تيخص 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 تكون الصباقات صباق ديال الجروج ديال سيدني ديال أولمبيا وصل كيني اي نوان كيني نوان كيني وفي الصباق ديال 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 عطين 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 هادي يكا الجروج واللول اه وجال اخو في الاخر والدهال اه ذاك الاحساس تحسب انك شي واحد ممكن هادي كتر فيك ومشات للميدالية اه وفقاتا كانت تقول نفس العملية ولكن اخدا اخدا الدرس الدرس هو انه كان عنده واحد يلع عطي عطي الصباق انه كان غايد دل له نفس طريقة ولكن استطح انه ذاك المخزون اللي عنده ذاك غالبا ما تكون شي وحنا الخلف دم يديه لك اه اذا هالشخصات تخص واحد ايرادة واحد القوة اذا الضغط على الجيش الملكي اكثر من الرجا حيث الرجا الآن شنو الرجا يعني مطارد مطارد رجا مطارد يشوف واحد قدامه عنده الهدف قدامه والخرين يطرد فراغ اه اطرد شي حاجة مكينة شي خصك تربح لاخرتي يقول لا انا تابع هاد الجيش الملكي خصك نتابع هم ولهذا فالعامل النفسي في هاد المباراة تعده تأثير نعم تأثير كبير وكبير جدا نعم صحيح صحيح يعني العامل النفسي والحماس وخصوصا التركيز لانه مثلا في هاد المباراة المقبلة لا بالنسبة الراجة ولا بالنسبة للجيش بغينا ولا كرا هنا يعني غير ما فارق وخطية وخطية عند طموح دي الضمان البقاء ولكن بغينا ولا كرا هنا الامكانية للجيش والامكان للراجة حسن من هذو الامكان للفارق الاخر لذلك هنا الاهمية دي التركيز ودرجة السعداد ودرجة الجاهزية للبدانية ولا النفسية من أجل مقابلة هاد وحطيناه في بداية الموسم ربما غيبين واليوم سهل من دابع اه دابع من يوم هذي صعبه هذي صعبه اه هذي صعبه لانه تتلعب تسويلي تتلعب معه مع الوقت اه بزروب بداية الموسم تتلعب موقابلة يمكن تربح يمكن تربح اه دبال انتي بيك اللاخس تربح تربح بزيز من لاخس تربح اه يمكن بغيت نقول بي انه شكون ولي عنده المتياز بسل قطع وحده المتياز كل شيء يربح اه كل شيء يربح الراجع اخصها تربح وتنسن على الاقل تعادو اخصها اخصها جملكي التعطر اه يعني واش هدا يعني في حداته ايجابي او سلبي جيش الملكي تيملك منو يعني تيمكن له مايربحش ولاكي لمايربحش الفريق الاخر تيمكن لدي اللقب ولكني دبا حتى شي واحد مايحس بي يقولك بي انه انا اه اللي كان هو انه الجيش الملكي يخصوا بيضرب حاجة واحد في بالهم انه الراجعات رح لدي المقابل بما لأنه نخصي رح لدي المقابل لات اه الراجعات تدير حسابها تقول بي أنا نخصي رح لدي المقابل سن اه اه هالشي نعم واحد غدير بح غدير اللقب واحد غدير بح وخصو يتسنر اخر تاب هاتش ديكي يعني كل كل فارق يعني كيتنا خصا الراجع الان خصو ينتصر عنده مباراة ما 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 غدكون سهلة امام تحطانجا اه عنده مباراة يتدير بي وعنده المباراة الاخيرة في دورة 30 في مدينة وجدة اللي بطبيعة الحال لحد الساعة ما عرفناش بإنه وجدوج غدتكون ضامنة في دورة 30 إنه عندهم 24 نقطة يعني أكيد وجدة في دورة 30 غدتلعب على الباقي ما زال ما غدتكون ضامنة في الوقت اه والجيش عنده السوالم وعنده تيطوان اللي كان عرفه كتلعب كورا جميلة شوف أنا سأقول السوالم لا تيطوان للفتح للفتح الجيش المالكي ربح هاد العام ولا حتى هاد في السنين الأخير هاد دين من رحل والفتح من غديل بواحد المقابلة اللي هي من أجل السمعة ما تقوليش بأنه غير يحطر لهم ولا هاد بحرس السبعوات يقول لا وهذا المنطقة هدروبية لمنطقة القديمة هاد ما عنده ميدور الماتش لا ما كيش ما عنده ميدور الماتش لا يمكن واحد ما تيكون تحمس ولكن يعني باش مشوا ألأس أنه بلاغ يخلي ميربحوا راشي انتهوا وبالدليل لأنه هاد سينين راح سبنا مباراة هادي غاة ربح هادي غاة ربح ودخ شما توقع عش غير هو بس سعيد بان رجع لأهمية دي اللقب هاد الموسم بالنسبة للجيش الملكي بدأ بالجيش ومش للراجب بالنسبة للجيش الملكي إلا مفاش باللقب غادي يكون مشكل بالنسبة للجيش والأنصار دي هادي مشكل بانسبة لهم تلعام كله وانت يام تقري مولول ومولول وكانوا حميل اللقب وحميل اللقب وجيس تلخر وضيع تلع اللقب ها تش عد ما غادي قبل وغادي هاد الشي اللي كان فيها نص الدين النبي وانه دار 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 في الخرق قرآن يمشي غال يتحمل المسؤول بأنه غلط هنا وغلط هنا ويحسب الله يخصص مع تور غير تخسر بمعنا سيسائي الضغط سيكون أكثر عن الجيش الملك فقد اللقب رجم عنده ما يخسر أنا كنقول ها دي الراجع شوية أقل ليش راجع جو هوا المحبين الموسم الماضي راجمت كلاساوش ما شاركوش موسابقى دي القارية ها دي الموسم رجعوا لعصبات الأبطال منسبة لهم حقوا لهدف الأول لأنهم كانوا غيبين لا فرقها ما خسرتش وضيعوا شيء مباريات توم ما ضيعوا احنا ما تنتذكروا من المنطلق أنك هتتفكر بعض المباريات ولكن بسبب المحب رعالت مباريات ديالة الرجع حفظوا كاملين يقول هذي ما كناش حيث ما تعدلوا بزاف مخسروش ولكي شيء مباريات تعدلوا في أمتي وكلا ما كناش تعدلوا في هاتش وعادت رجع للحسابات وكنا نديروها نخال ما شئ ما تقمش به لأنه مباريات سالة سالة ما في لا دي ولا دي ولكن الرجعي لما ادوا شيء اللقب ستكون أقل من التأثير النقاط علم لأنه البداية ما كان شيء بداية جيدة ولكن المهم من نهاية دي الرجع أنا صار حسن الرجع في نهاية هذ الموسم تلعبوا كورا متينة نعم يعني دا العمل عن مسلو إدارة تيقنية عن دهم وسلوب لعب وسلوب لعب وسلوب لعب كين تخل الرجع دك طابع في المباراة آخرة كان دك طابع دي الرجع ديا الكورا قصيرة واشي فنرشعوله رشعوله ما يعني صار حسن وإن كان المدري بقال بإن هذا المنقابلة ديا البركان لأ أنا مباراة الكبير اللي بزيارة هي ديا 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 أقادير هم هي لعبوا فيها الكورا آه لعبوا فيها لعبوا عندهم دفع متوازن مزيلا مزيلا دفع متوازن ووسط الميدان ووسط الميدان عندهم لا يبين كتير حتى يعني حتى ما شغل نقول اللي قللستيه غاي سحكي لعب عندهم 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 أخطأي مزيلا بوزوق مزيلا موهوب موهوب ووهاجب وزرهون نفاتي مزيلا وزرهوني هو مكي يدخل مزيلا ودب انت عندك الزرهوني ودب انت دخلت ثلاث ساعة الخمالية آه وفي اللول الموسم كان كي يلعب رصمي لا كان رصمي اه نفاتي مزيلا نفاتي مزيلا نفاتي يلعب ديالو شوف هذك الولد هذك مني كان في الشبان تنقلو كنت انتظر تنبع لي بأنه غادي يكون من اللاعبين الكبار ديال الفارق الوطني مه ما نعرف كي الكورس حضو ذو الله وهكو هكو هكو اه حي تكرتو كورسي الوعرة اه النفاتي انا بنسمي الشي دباع الشي تنديرو ذاك يكتين يقول لك كمثلا نتعقد ذاك الماكل النصار تنقل لجين تقاسمو شكو اللي غادي يعزلو اه تعزلونا اه اه شيف اللعب هدرجة انخطروا والول حيث عنده واحد اللعب مؤتير حاسم عنده ذاك كيف الشي كوروشي على كي مكني ديال غريسي وعنده ذاك القادفات ديالو مزيانين غير هو ما ما شاكو حالو حوالو التي لعب تلعب بوحده بزاف انما كورته مزيانة لا كورته مزيانة عنده عنده طولة مزيان تدرب لي ميلياد تدرب لي اسرية عنده اه يمكن حتى تنقل ديالو بزاف ديالفراقي حتى وقتها لا تنقل بزاف لا ما الفتح العماء خلي ما عامشان وجدها وجدها طارجة تطارج العماء لا تنقل بزاف اه ما هو كان ما عرف هذا يكون خرج على براه كان يكون مزيان اه كنتش بوب هذا كاراسكو اللي كان عند لاتليسيقو مدريد كان بحدك الشكل عنده 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 واحد نوعية من اللعب اللي خاصة به اكيد اه ولا كل حال اه اذا المقابلة كنا تنتظرون تهات فوز كان مستحق اه شتي وغالتي يقول لك يا سيدي نتمنى الفوز للفريق الافضل واللي غادي متنفق افريقيا ويجيب عصمة الابطال يجيب عصمة الابطال بغينها بزيان ولكن نرى باقي يخصم الخدمة لا الجيش المالكي ولا 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 وإن كان هذا غادي يخلينا غيندر واحد اطلال على نهاية دي العصمة الابطال دي الاهلي معا مع الترجي وعدنا نجعل نكمل البطولة دي النوم اه ismus نستطيع القشacak rog которые هدف مع البداية لقي فيدين هدف الاول سابق دولغي اه الا wh لا من دولег اا وكل صراحة ا se تم الله اهلي اني وقفين افضل من الترجو ولكن الترجو لم تبردون واقفين افضل من الترجيو اه الاهلي سحقوا الانتصار وإن كان هدي كما نقول لك شي اللي قلنا عن الزمري لكن نقوله تالاهلي النسخة ديال الاهلي ما هي شي نسخة ديال فارق اللي كان يعني عنده لاعبي في المستوى العهلي جدا أو فارق التين عبر الكرة كالحماس كالجبور ربحو استغلوا حتى الضعف ديال الفارق ديال الترجي ما خلقش لفوراس فورسة الوحيدة اللي قدر نقوله جات اللي كان بإمكانها تخلق الشك هنا في الغن نبغي نهضر على على التحكيم وعلى البار حيث واحد الكرة في الاخر ما عبشتها لمشي شي ديال واحد اللاعب ديال تونسي اللي مشى بالكرة وقع عليه واحد تاكل مشى هو بالكرة ولكن يراه اللعاب الميصري يعني مشى وقصد الرجالي خلق عبد تونسا مشاوتي بغاو يحتجوه ولكن الحكم ما 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 ينفر ما عيطو شي علما بأنه أنا امتيقن بأنه مشى جامل حكم ديالعالم ما غي عيطوش اللعب مشى جميع الحكم مشى حاجة اللي فيها يجمع لأنه ما فيها شتي عائيا تايم كل واحد اللي بغاية يعني نقدر نقول بأنه إلى حدة بهديك فين جات هديك جات دقيقة تسعين ولا في سعود وثمانين فهو تبعني مزيان واشي كان في إفريقيا وكان في الزلاف وخصر في إفريقيا وحتى حنا يمكننا ندكل هنا هادي كدربة جزء يعني أنه كاس إلا صفرها كاس إلا تجل تعادل كاس لو أنه كان جوز صفر مقدر نقولك صفر ها ها حتي يدون الحسابات يعني الطريقة باش هو ضرف واحد اللعب تونسي طريقة دياله ما غنمشيش للفار ما عايته لياش أنا تنقول يعني مثلا بحده بكون بغا شي واحد من الفار بغاها هكو يعايت له يعايته يدخل له الشك فراصه ها حتى ولو يكونوا مقتال عشبيا يدخل له الشك لأنه هو وإنشاء ما مشاش للرجل ديال اللي اللعب اه وما قاش الكورة ولكن حتى مشات الكورة ما قاش عن رجل دياله مشاتل للرجال ديال اللعب ديال ديالة ديالتولس ولهدف մhat آآ الناتجة ديال المقابلات تمت حد مم بابتن فتن حد هاد القارات برغم عنه بزgue tempore ديال الحكام وانا كنت ظgioت بزgue grote دياله ديال إذن عام هذه م ace pseتنائل يبدو ماذا كان عليك تسفر هذه الضربة الجزاء؟ كانوا مثلاً متعدلين يقول إلا إلا إحنا ما تنديوهش في النتيجة لا يمكش بالدواج بالنتيجة لا يمكش ديروا حساب لا يديروا حساب بالنتيجة تقولون مثلاً ما الفريق؟ ما تتكون شعار بأن هذا الفريق إلا خسر بثلاثة الصفر سينزل القسم الثاني أو إلا تعادل لا إحنا تتطبق القانون لا تتطبق القانون كي تكونوا عارفين ما يمكنش يحاكم ديرنا داخل ما عرفت هذا الفرق ما يمكنش وهذا والتي يخليه بعد نوباته ولهذا باش نظر على هذه المقابلات نقول بأن هذا الفارو إن كانت تتوانسا ما أدرش عليه مثلاً ما أدرش عليه ولكني تنشوف نقول بأنه لا ينفرد لا ينفرد هذه القورة هذي كانت هي ديال ما يصريينه يصفرها ممكن ما ينفر عيطه قليش يشوف حيث المت حيث دابا الآن ولا المتا عيط لك للفار تنعطيك واحد نسبة كبيرة لأنك صح عليك الخاطئ أه ركدتي الغلط أه يعني الحكام التي التي تشبت بالرأي ديالرهم مقلال الأغلبية ما عدي لك أنشي حسابتك وأنا عيط لي بشي ورطني ولا شيء ما عرف تنقول لأنه إحنا داباتنا نتذكره من المنطلق كينشي حويش تسمعوا بهم وإن كان الجميع جميع الحكام تيقول لا لا سيدي إحنا تنحكموا بغض نظاره ما عدنا لحسابته ولا ولو إن كان لما تتشيف أحاديث هكوية غير عارضية كينشي حكمتي وكينشي حكمتي يقول له دي ما سفرها ماشي بوشكين ما لن تؤثر لن تؤثر لن تؤثر إضافة إلى ذلك كاسي سعيد ما تشوش معي حتى يعني المستوى دي لهذا النواة دي بجوج للترجي والأهلي بالمقارنة غير مع السنوات القالية الماضية يعني نخاف مشي ذاك ذاك القوة في طريقة اللعيب حتى من من ناحية الجودة نظر على مثلا من جانب دي الترجي تونسي من حيث الجودة دي اللاعبين المحترفين اللي كانوا كيجيب مم ولاعبين يعني كيدلوا الفرق في مباريه يعني عكس دابل يعني لان ما بقاش ما بقاش دك دك نفس المستوى دي اللاعبين الأجاني بالنسبة للفريق تونسي يعني بنت تأثير دياله واضح القرى التونسية عمومة فينا نجم الساحل نجم الساحل كذلك ما بقاش دك نجم الساحل اللي كناعرفه تلك القرى التونسية زلت زلت نزل كثير كثير مبقاش دك اللاء وعلى كل حال هنا يقولون يديرو السيبير ديلهم ما كانتها شي مشكل طيب اليوم قلنا السيدي عدنا جوج ديال المباريات عدنا المبارة اللولة مع السطق المغرب الفاسي مع اغادير اللي تسأل بحال واحد يتقال يا علاش لم يلعبوا شايرات المغرب الفاسي شوف المغرب الفاسي و اقادير المغرب الفاسي عندهم ثلاثين و اقادير عندهم ثلاثين يعني هذي مقابلة و خطس بقها ما بقي مقيل لوسط الامر ما شوش لا بالنسبة لنا النتيجة دي المباراة الماص مع الحسانية يعني بناظر البقية المباراة اللي تبرر بجوه في نفس التوقيت يعني ما عنداش واحد تأتي الحاليا على الترتيب العام كلهم اترى على رأسه هو بقى ما ضمنوهش رسميا ايه اللي انه ده بالان يعني المغرب الفاسي اه الى البحو او اقادير الى البحو باش ما يتسمى شي بأنه تنى اللي بقى في ثلاثين الى المحمد يوجه وربحو ايش غايد يوديو سمعة وعشرين ايه دخلتي في حسابات كبيرة بفلادي وبقى وجوجيا الدورات غير هي ده بحت المغرب الفاسي و اقادير حتى واحد كي اللي غايب له واحد وثلاثين واحد وثلاثين و datoوا باقي ماشي ماشي مامن باقي وان كان أنه دك الفرق Specifically عالتقي وبينتهم طيباً صحيب عاله في ثلاثين وثلاثين غا تكون يوصل Tucahofi غا يكون ضام البقى طيب لي انه ده ب точك وجدان المحمدي去 قدموا تسعودية النقاط تسعودية النقاط وش يبالك بأن المحمدية غا يديو تسعودية النقاط ووجه غا يديو تسعودية النقاط ممكن ولكن تدير بحساب أنه يربحه مباراة ويتعادله مباراة فغاد في الغاد وغادهو ثلاثين ماشي دي كيد يعني أنا 24 وعشرين وتسعود ثلاثة وثلاثين يقول لك كني واشكره ما دول ثلاثة وثلاثين إنما المغرفة سيماء قدير لتسبقات المقابلة مش يتي مشكلة ش مشكلة بالنسبة لهم غادي لعبوه بأكتر راحة من بقية الفوارق قدروا يلعبوه مثلا يعطيونا مباراة جميلة اليوم الماصم مع الحسنية معادي لنخلوه في حسابة ضيقة لا حسابة وغالو كوش يكبير بح اه خسوم يرحوه المزيان المزيان اللي باش نتفرجه في مباراة جميلة طيب هانتا شوف عندك سيدي المغرب الفاسي على شو نقول المغرب الفاسي ماشي ما خسوش تاعه دول راح غا يمشون بعضين مشوا عند المحمدية اه 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 البوحمديان المحمديان فين نلعبي المحمديان نلعبي في بركان اه 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 يعني او غير متعادلين غايب قال ليهم دايما داك الاسميسون داك الهاجس ديال انه اه اه ممكن انا نحصل لها رغي بقديم اه بقى وارد اذا هذي المقابلة تقدمت مكي مشكل اللي فيها كي لعبتي كي ملعبتيش هي تورغة مع المغرب الفاسي اه ايها تورغة مع مغرب الفاسي هذي هي اللي مقابلة ما فيها اه يعني هذي هي اللي بوت تقولي لو بغيت تشوفها الكورة شوفها الكورة هذي هي المقابلة تورغة عندهم 34 اه تورغة عندهم 37 اه تورغة بغي نمشي وبعيد علشي يفكر لكي تقع علشي مكوش انا هو الرابع اه لو بغيت عندهم مباريات صعيبة مازال اه علشي مكوشي انا هو الصف الرابع وتكون مسألة تاريخية بالنسبة لهم اه يعني هذي هي المقابلة اللي مبدأ يرخصك ما تشوف فيها لا طبيب ولا تضيع علي الوقت لاوال ولاوالو الى هذي المقابلة ما تلعبت سالاته جوج جوج ولا 3 ثلاثة و 3 ثلاثة جوج قولوا ودي سيطر يا مقامة قشغل عبوا هذي الكورة هذي يكت انتذكر ونقول دائما احنا واحد المقولة انه اه المهم هو ثلاثة نقاط هذي المقابلة كان للمو فيها النقط يو هذي المقابلة هذي سيجير فيها النقط وفيها ممكن تلعب فيها الكورة ما عندك مناش تخاف شو الخوف اللي غادي في كين هذا الخوف هذي اه ما مرموف هذي المباراة هذي خصك واحد يعب فيها الكورة لعبو الكورة سيجي مش عايز تقول الاهم مكان عندي هذي هذي القادية اللي مهم عندي هو والنقاط هذي كلاب غالط نعم كلاب غالط حينا تنرضوه حقيقة لا ورا النقاط ستجيبهم بفضل واحد طريقة معينة اللي ستعطيك هذي نقاط لا هذي مزيئ مش جيب هذي نقاط وش يقول المو دري من هذي تكون مبارسي او تربح شي يقول لك هذي هم وثلاث نقاط هذي هم وثلاث نقاط اه تقولها في السوز وش عشور نهاية تقولها في تمو النهاية تقدر تكون هذي هذي القادية توقع بعض المرة تقدر ما تكونش مزيئ وتربح ولكن ما غا تكونش قاعدة لا اه حت في الكورة تقدر ما تكونش مزيئ وفبح ولكن ما تكونش قاعدة إلي ما كتيش مزيئ في مجمع من المباراية غا تضيع بزيئ بذي النقاط أنا سنسمع بأن الواحد سنسع شر نهاية تقول لك هذي ده بعد مبارا دي للكأس تربح ولا تربح ولا تلعب اه فتمو النهاية كذلك وفربو النهاية كذلك فلص النهاية كذلك فلنهاية كذلك وقش عبوا الكورة دي اه وقش عبوا الكورة تشي مبارا وديها اه لا لا كيما قلت يا هالكلام ما عندك بيض صح انه اه ستناء ستناء واحد واحد ما شيء بزيئ ما كيموش كلمه راح نربحنا اه او لكني ما لعبناش دايما العام كامل وحنا فلنخارقونك بانه مباراة تلعب تربح ولا تلعب لا لا خصنا الكورة اذا نفاس مع اقادير ننتظروا مقابلة فيها نقلبوا على النقاط وهاد مباراة يتوارقا مع تطواني الى ما كنشفها الكورة وما قعدنا في نشوفها الكورة اه لا لا المباراة ديال توارقا مع تطوان مباراة واعي مباراة واعي ذا بواحد مستوى جامل انا بالنسبة لي حتى الماصمة الحسنية خصت تكون مقابلة ممتعة انا وخاء كين ذاك الحسابات ديال ديال اخر نقاط لكين خصوهم يلعبو الحسنية خصت لعب من الاجنة تيصار والماصة خصت لعب من الاجنة تيصار متفقين غير هو غايكون الهاجس ديال الخوف اه من اللي الخصران هو اكبر اه تيو حد ما غايب بغي يخسر انا تبقى في ثلاثين اه صحيح انه دا بقى ناشى تلاتين حيث تلاتين اه انا بقتي في ثلاتين ولا حد ما جيبا ربحت شاي انا بقتي في خطر نا انا بخطر ثلاثين تلاتين انا را يمكن ثلاثين مت خلكش في ضرر الحسنية لان قدرت وجده تربح مباراة خارج الميدان وكذلك محمدية مباراة خارج الميدان وجده في اللعبين وجده مباراة ديالوجده اه اه من خلين زمامرة اه وغي خرجوا عند الفتح اه وغي خرجوا عند الفتح ويدخلوا ميلاد ويدخلوا الراجع هاديك المغارية يلي اه تقتل تقول يلي اه دابا وجده يعني يكونوا مساندين الجيش المالكي اكتر من مساندين للراجع لا اه غيتمنا ويكون الجيش المالكي حسن في البطولة اه وإلا إلا كانت البطولة ديال الراجع غا تجيبها من وجده اه مباراة تكون صعيبة على وجده صعيبة اه اه صعيبة عند كين اه اه الحماس ديال المباراة تشكل والإمكانية للبشرية شكل آخر هذا ما تعيش بأنه وراه المباراة تربحات قبل ما تلعب ولا كين الله مباراة تكون صعبة يعني خصوصا 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 إلا كان خاص مثلا مجد تربح اه إلا كان خاصة تربح اه حيث اه الفراق اللي تسكون خاسرة وتسيطر على المقابلة في المغرب اه محدود هنا محسوبين اه محسوبين يعني عادة اه اي فارق لما تكون خاسرة يسيطر على المقابلة مم ولكن تتلاحظ بأنه كين بعض الفراق وخد تكون خاسرة مع الآليات والإمكانيات مع انه مش باش ي باش يقبطوه خصوصا للفراق والكبارية سيطر عليهم نعم إلا قلب تشنوا مع عدد المباريات اللي اه كان فيهم مثلا خصوصا للجيش الملكي والراجا هذا العام اللي كانوا يعني غيث يدفعو تلقوه محسوبين مين الله يكونوا قلين محسوبين مع البيداد اه مع الراجا اللي كانت كل الفراق القاوية بنا مع عبركان اه شي لاخور تيكون اه يعني تيكون خاسرة تتولي المباراة متكافئة في أبعاد تقدير ام ام اذا هذا هو اللي يمكن يتكهار بنسبة ل المباراة ديال اليوم تورقها معها بنسبة ل مباراة ديال اللي قد دي ان شاء الله قلنا يوسفيت برشيد مع الفتح ام ام برشيد باش نكونوا يعني يعني نديروا تحليل اللي هو منطقي برشيد عينيهم على المحمدية وجدة ام مالاقرب اليوم برشيد إلا ما ربحوا شي الفتح مبقاش تذكره شي امال شي بقاو ام مع ديالا اخترته جغطة المحمدية ولكن حتى لو يخسر محمدية را يبقى ربعا ديالنقاط ربعا صعيبة ربعا وشوش فراقيا ماشي فراقيا اذا برشيد إلا ما قد دشير بحول فتح كيطاليا المكانة ديالهم ما غا تبقى شي خصوصا وأنه يوسفية برشيد غاديمشيوا لعند اقاديا ضبا برشيد غايت تمناول فوز ديال الحسانية اليوم ام برشيد مزيلا اليوم تربح الحسانية اليوم او لا ربحزها ما يعني انهم غايمشوا ليه عالاقل غا تقول لي بحل ديالوضعية ديال اولا بشطيالي ربحوا اه ما اللي ما زال مضمنش نتمنده مقابلة صعيبة امم عشرين برشيد صعيب 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 بدهوا بداية كاريتشي صعيب 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 في آخر مقابلة ديال برشيد هذا والتي يخلي هذا الشي اللي هدرنا عليه ديالا ديال المغريفاسي مع اقادير شي واخروني يتعادلون يباليك هادو شي غيطيح شي اه مني غا تجي برشيد لعبال محمدية وجي سوالم في لعبال هذا اه ده برشيد المهمة ديالو صعيبة ده برشيد هو اللي قد نقولوا عليه يحتاج المعجزة من اجل الباقع وهي وصفية برشيد انه يخصو ينتصر في هاتلسة ديال المباريات وينتظر التعطر ديالا ديالا المحمدية وجداء بالخصوص ثم السوالم المحمدية فكان وجداء زمامرة وجداء اه خصوهم يستغلو استقبال ديالهم وينتظروا الفوز الجيش المالكي على السوالم ينتظروا ويتمناوه لانه في هذه الحالة غا ديتقدم على السوالم وخصوهم يشوفوا المحمدية اللي عندها مباراة صعيبة في بركان الى خسنوا في بركان فهذه الحالة غايبال لهم غايبال لهم غايبال لهم بباسيس من الامل نعم لان المودية وجدية غا ديجوا عند الفتح والفتح سعداء غير فهذا الفرق اللي اما اللي غا ديحول او لا اللي جملك اللي بغي لعب على اللقب انه الشي اللي كان برشي مع الفتح وجداء مع الزمامرة لجملكي سوالم طانجة مع الرجا اه محمدية طانجة عندهم الرجا وغايبشيوا عند الزمامرة وغا ديختموها وغا ديختموها شاب محمدية اه 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 لا طانجة اه اشان قلك طانجة وغا ديخسروه مع الرجا اه مش شي فريق اللي مش شي نتيجة وان كان وان كان انه يلاحص وغير لانه اقترى اللي بسعني بزيان ام ودورة الدورة عطينا قراءة في جوش ديال الدورات اللي بقى اه اه الاحتمالات كتيرا 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 اه احنا غا نديرو قراءة اه انه تسرم والقراءة ترمت ترتيب شابك اه ترتيب شابك ما بيفتاح اه وملاقيين بيناتهم وكيكون حقيقين بالنفس الشي دي باحدة بالفراقي للفراقي الفراق ديالنا ام وراء قلسين وحقوا كالاوندريو داروا جميل احتمالات ام وراء كتيرا اه احنا غا نربحونان تعدلونان لان هادك من اطلق هدي مع هدي ام واحد كي ما تقول واحد غا ينزل واحد اه حيط صعيب يتزوزو كاملين اصي لما غا طلق يعني تجي تلقى المباراة الاخيرة فيها تنجم عن محمدية ام وشو تيني طاطع من الوحمدية اي انه اه شي تهبط شي اه حيط بشي كلهم اللعبين مع تيطوان وزلمرا وتورقا واسافي والفاتح بشي تقولوا كلهم غادي يربحوا مطلقين بعضياتهم هذا وسط ايضام اه سيضام بيناتهم شي غا يطيح شي اه اه الويدة مع اسافي هدي مقابلة هي اه لعبوها في نفس اسمي سوء امكانت لعب اوه امكانت لها واخس عاوتين يدير التكافؤ ديال الفورس اه الشي اللي يبليها لانه لا اذا لعبتها كل سبقتها مثلا اليوم الويدة مع اسافي هاي يقول انه نهار راحة على على حسب على حسب المباردية لنهار الحد نهار الحد نهار الحد اه اي اخس اخسي كان اه علمه بان هادي الويدة مع طنجا الويدة مع اسافي لا بحالة بحالة المباراية الخرين ستلعب نهار اثنين اللي عندهم علاقة بطيوح بركان مع المحمدي مكين تموشكي الطنجا مع الرجا السوء المجيش الملكي ويجنز مامرة برشيد مع الفتحة شي كل شي دي الاخير ترسيب مم وقاتل الويدة مع اسافي علش ما طلعت شي نهار الاثنين اه هاد الحساب بشي ما يتسمى شي بانه هو الويدة خدث مهار دينا راحة زائد هلا وهشي كان حيث هي المباراة الوحيدة اللي ما عندها اهمية بالنسبة ل الاخير ترسيب ولا بالنسبة للمركز المؤدي ال المقدمة دي الليها الترتيب اه 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 جيش الملكي تربح اه اه كتربح بالكورة اه مزيلا انا ما سابقش نديك التعليقات لي في هال ماشي الاتهامات دي هالفراق اخرى خليلا اه 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 شي بذلك لا اهدا نجابوها تسيد يصحبناك نتكلم على تيطوان تكلمنا لا توارقة قالك قلتي تيطوان يلحت للصف الرابع يدخلوا التاريخ وهو مصبق وفاز وباللاقر احنا تكلمنا لا توارقة شوف الله يجبك الاخير وانتي اه لا 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 حنسا تذكروا على الاتحاد توارقة اه توارقة اللي ما تدريش مع مر ما ديرش عممر عند الرابعين نظر نظر شوه اه 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 شو واحد قيك احنا هادرنا اه اه لا تسيطوان يسحب ليوش هادرنا على الات سيطوان لا لا وعيد سيطوان سبق ليهم فازوا باللاقر اه الله ودي وياختنا نبدل الحرفة سلام سعي السلم هدي انا نور ديم من فاس بصراحة واخر رجاء ما تدريش البطولة خاص الجمهور يكون راضي عليهم لحقاش ديرهم جهود والبطولة بقى ملعوبة لو كان جوج البطولة تستحقها بجوج رجاء وجودة رياضي بمفق بكل ما في كان معنا اه لا داروا داروا نهاية موسيب من شهد الرجاء لا صراحة لا ديني مقابلة مزينا اه طيب اه اه سيعد يكون انا بغين نعرف هاي القادية هاي بحدي بوقتي بكل رجاء محاربة محاربة في نوع اه 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 اخصي واحد يعطينا شي واحد دليل ماشي علاغاء للرجاء رأي واحد يقول لك بان واحد الفارق يلي تتعرض لدول ملاجهة جاء اه اخصي يعطي الدلائل غير هي الفارق دينا كين فيهم اللي تيكون حسب وكين فيهم اللي ما تيعترض لك شي داخل في اطار اه الكورة لي انه اه اه ما يرواتي كران كنت نقول دائما بانه ورا الفارق دينا كلها لما تتسافد من المقابل فارق اخره تتضلب من المdade السفده ما معاني أستفد من شي حاجة الآن 전에 الطرف اخر اه اه وهذا الطرف الاخر التي تتضلب يمكنك ستماده دائما بانه استفده فيها يعطيك فرصة تفوز بلاقب اه هدف أنك تبقى فيه في القسم الأول مثل هذا الشيء كثير وتقفيه حكام والذي عنده الذكيرة خسيرة خسير يذهب على التاريخ نحن هذا الشيء حفظينه ولكن نقوله بأنه أي خطأ خطأ تحكيمي ليس بسوق بنيا مبيتة حيث إلا غير مقاون نذكروا بنيا مبيتة وغير مقاون نحطوا الأنقاب دينا وغير نقول له هذا ما كان شيء ديالي لأنه هذا النار كانت بنيا مبيتة خطأ تحكيمي كانت بالعطاق لست عروفاته قبل أن يكون الفاعة قبل الذي يكن الفئر أماهز أن ت stopped كانت يكثر السمحة النgetıyorlar هنا قد الآن تفعل هذا النget ترى السمحة اذا شاءنا تعARY ضاه بTech والتي كانت بكاك اجلال من الشيئ يمكنك أرسال من المجنف ولم تتمكن من المجنف وكي تقوله بأنه خطأ تحكيمي ما تقول شيء بالعالمة الشيء الرياء أو أنه هذا الرياء هذا شيء يبقى دائما في إطار هذه هي الظروف ديال المباريات كانت تجربة بهذا التقوص أما قد يدل أنه أي واحد يجي يقول لي أنه الفريق ديال أنه تظلم وفي هذا الظلم تحكيمي هو رأي عندي بالمقابل دياله لسفات دياله واش تقول في هذه وهذا الشيء اللي ما أخذش نبقى نصب المعنى لما أحد يكتب هذا الشيء سنبغي دائما نعطيها هذه القضية لكي يسمعها اليوم وكي يسمعها وكي يسمعها وعود يسمعها وكي يسمعها يسمعها الآن في رقدي لأ شيء واحد قال لي يكتب لي شيء واحد يقول لي أنه الفريق ديالنا ستظلم غير أنه صعب نقول له لو كنرى ربحتي واحد وبرها هاي هاي واش تتذكرها ما حيث نحن نحن كمتسبعين وبنسبة لكم محب المحب وخاوة لا تشاهد شيء حاجة التي تعطيته تشاهد حاجة تحقيقات له ما لتشاهد تقول لك حقيقية ولكن الطرف الآخر ولا يبالك لا يعني واش نحن نمع مراش فينا ضرب الجزء تصفره ما كيديش أخطاء دائما كينا في كورا اي تندخلوها فعلي أخطاء تحكيميها اه عبدالربي كنت شاهد على بزاف ديالحواجه لا تدخلو الفارة هنا في التليفزيون تدخلو الفارة اه عشان يضرب الجزء ايه اه اه حاكم صفره ما كنت شكو لا ماش يضرب الجزء حاكم صفره ولكن الناس على بين اليوم بأنه خارج أو داخل ليدك ليد هادك المان فولانتير كان في واحد إشكال كبير جدا دائما لا ما دائما وتحسمت في القاب بالورقة والسلو حفوظين ولكني ما عندك ما تدخلو تدخلها في إطار خطأة حكيمي عشان يقول نخليها في إطار حكيمي حيث ما يمكنش تقول بأنه أنا تضلمت حيث يقول تضلمت اغنقول شفيكو واحد بحد آخر مقابل دينا سفتي وغادي ولي واحد نوع من تشكي كمشيكة في البطولة دينا في جميع البطولات را كل شي تشكى بأنه الحاكم درنا ودرنا ودرنا ولكني واش شوف ده نحن خلينا نخرج من دائرة دائرة البطولة المغربية غامشوا البطولة اللي أشهر بطولة في العالم دابا اللي فيها هاد المشاكل هي دي اسبانيا دابا لما تدخل مش المواقع شي دي اليوتيوب وهذا تتلقى هما عندهم لإمكانيات دي التصوير كبيرة وكبيرة جدا سواء في يمات الفار أو حتى قبل الفار وتتلقى المحبين دي البرسولون محبين جاي بيليك مثلا واحد تتتاس والربعتاش لحالة ديال الريان اللي استفدوا بالتحكيم ما عرفت شوهم متشوهم شي تيبليك 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 ها أنتم هادو هادا غيكون إما وسيلة إلي موالية لها تيجبلي جميع التفاصيل وتيقول لك ها أنت شوف كريسيانو مع البيان مينيخ وتيبليك بأنه بتسلل المياه في المياه وتتلقى عاو سلين الناس ديال الريان تيجي بذلك ويجيبوليك فين تستفدت ضربة جهل اللي كانت تعطى صباح ريز ويجيك بزيب ديال اللي عويج إذن أنا تندخل شي في أخطاع تحكيمية وسوء التقدير إلي غددخلها على أنه الحكم هو اللي أعطى المتياج هذا الفريق ما شيفوز باللقاب حتى أنت لما ربحتي بدك الأخطاع أعطاك الحكم المتياج ما شيفوز باللقاب إلي غدقبل يعني لي ما غدقبلوش على 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 رأسك ما تقبلوش على أخرين هاكو بشي ممكن الواحد يكون متقي مع نفسه إذا شي واحد يقول لا سيدي أنا ما عندي تشي حالة سفت متحكيم ما نقول أنت هو الفريق الواحد في العالم لم ما سفت السفادة نقول السفادة ماشي عن قصد السفادة لأنه حكام خلط حكام خلط وهذه هده 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 إذا نحن انا سيدي يكلم أنه فريق اللي يد لا بل د فريق د أنها تضلم و إلا تضلم شي فريق راه بالمقابل فريق واحد أخر السفد وهذا كلي السفد رام ما يهدرش على السفادة يدك تنهر اللي تحيلوا عند ضرب الجزاء منهر اللي السفد منهر ما يهدرش عليها ولهذا آم كان شي تعاليق اللي في حقها مش يديل مش يديل هذا برنامج آم طيب آم شو هدكرو شو يعوث عن ما الأمور اللي كان هي ديال قسم وطني التالي آم نادي المكنيسي النادي مكنيسي دبا نادي يسعد ونقاش يدرك حسابات عاو سيدي اللا كيش تبقي واحد نسبة من نسبة على طريق 55 نقطة 55 نقطة عيد ب سعود سعود ديال النقاط وهي اللي مقت سعود مال 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 نقاط دبا آم مال شي شي حاجة سيفت لي شي واحد شي حاجة كتب لي بان سي سعيد هاد ها قبل حرف كتب لي إنجاج أو إسميته إنجاج تاريخي كيف مالك اه هذا موحب ديالنا دي مكنيسي ولا شكو المهم شي حد ديال 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 ماشي تاريخي تاريخ ماشي ما تيكوش هكب تشكو هو عمال اللي يشكرون عليه عودة فارق للمكانة ديالو الحقيقي الناس اللي بدلوا مشهود بارك الله نزلوا بخير هني ألاهم على هادي مجهود آية وخاصوا بيرجعون ناسوا على اللقاب ويعطونا لعيبي في فارق الوطني كي ما تتعطاه لكي ناسش حالاتي آية هاد هاد شو أنا راه هدا هو المقياس عندي آه راه المقياس عندي ديال فارق في المغرب راه صحيح إنه كين التنفس أنا أعلموه سوى لا إفريقي ولكني غير نبقى دائما أنا أقدير الفرق اللي تتعطينا لاعبين اللي تنطعموا بهم الفارق الوطني لتمأن ده الدور يقول له ما بقاش فقط أنني تنشط واحد لدينا أو أني تلعب من أجوة البطن ولكني له ساهم في تقوية الفارق الوطني والفرق اللي كانوا تتعطيون الفارق الوطني وأي فارق ده مغريبي أي فارق مغريبي ونا دي كلام تقول أنا أي فارق يحس بأنه ما عندوش لاعب الفارق الوطني يقول بي أنا أنا مقصر حق الفارق أنا مقصر هو صندك الفراق اللي كان عدوه بستوس بعد العاد ها كنت بلي الأمور والذي مكلاسي تاريخي من الأندي اللي كنت تطابع بطلعبا من النهار اللي كانوا ملعبين اللي لعبو فارق الوطني بشكل ماذي يحمي الدوش وغيرهم وهذا اللي ما تلا يرحمو عزيز ديدي ديدي لغويني بيدان بيدان بديدي بديدي أحبا يعني وكين لائبين يلعبوا في فريق الأولمبي بشي كذلك الأولمبي كانت سعب حل فريق ديال الشرطة واللي كانوا تلعبوا فأقل من سيسمي وام فريق ديال الأمل فريق الأمل أه فنبزب ديال لائبين طيب سنوصل الحادث على البطولة ديال الاحترافية التانية بعد الفاصيل جديد ترحب بكافة المستمعين الكرام على أتيرا دي بلوس أنتم دائماً مع برنامج نقاش في الرياضة في تواصل مع المستمعين الكرام نذكر بأنهم بإمكانهم يبعتوا بالمشاركة ديالهم على الرقم الهاتف ديال الواتساب هو 06-1991-91-91-91-91-91-91 إذن دائماً نفقة زميلي المهدي وبزيكونا تحت تعلق القسم وطني التاني على النديم كلاسي وعرجنا على أنه الفرق خاصة مش فقط غير تكون تتشط البطولة خاصة تساهم في بناء الفريق الوطني المغربي إذن بالنسبة للقسم وطني التاني النديم كلاسي حسيم الأمر الدفاع الحسيني الجديدي يقترب يقترب خاصة من بعد يقترب وإن كان فقط اتحاد وجده مازال اتحاد وجده 46 40 اللي كان هو أنه فريق الكغول مراكوشي يعني صبح يبتعد على الصف الثاني مش حال بخمسة ديالة نقاط سي سايد أنا عندي واحد اسميش أقبل القديد لاعبين الفريق الوطني أنا في هذه الوضعية الحالية نتمنى أنه مش شغلوا على مسؤول فئة الصغراء ويعطونا لاعبين فئة صغر الفريق الوطني فريق الوطني أي حاجة غير يخدم غير يخدم غير يخدم في الأول بصعب شوف ده عندك لاعبين سي لعبو جمبيونس ليج وسي لعبو على المستوى الأوروبي واحد ده كأس إنجلاتيرا واحد ده البطولة تركيا واحد ده الكأس والبطولة فرنسا واحد تجلبها على بارسلون اللعب في هذا المستوى رأي سمقى شي شوف أنا رأي المسلج تدكع اللاعبين في هذا المستوى واحد ده ده الكأس آسيا رغم المس يكون لعبين في هذا المستوى صحيب قد قد قرن ما حيث علاشي إنه المستوى تختلف المستوى تختلف أنت لعب مع مدافعين على المستوى وعلى مهاجم على المستوى وإيقاع على المستوى شمقى شي أنا ندير واحد المقارنة اللي ما ما تنبش في صرف الأمور وكلا تتفهم من الكلام آه صراحة لأن ما تنشوف لائبين في هذا المستوى وتي تتحركوا ورا ما تتحركش غير هاكواك آه وتشوف هنا ذاك الإيقاع دينا وتقول ودي آه 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 ناديم كناسي جديدة عندهم 49 جديدة الغاد يمشي وعند المسيرة غاد يبقوا دائما في الصف الأول الثاني كيف مبغى تكون نتجة مع عادية لربحات اتحاد ديالوجده اتحاد وجده فين غاد يمشي ولعند شيراء آه الكوكب دبان حديث على الكوكب اللي واحد الوقت كانت تزعم البطولة بفرق كبير آه كبير بداية الموسي آه واحد الأخ تيقول لي يا سي جمال دين تيقول لك سي ساعد في حال عدم صعود لكوكب هل سنحمل المسؤولية الإخفاق للصحابي أو الحمر أو للراضي من في رأيك يتحمل المسؤولية وأتمنى إجابتك وشكرا صحيح بتحمل المسؤولية شي واحد من آآ المدربين لأنه لانفيصال اللي حمر ومن بعد هذا آآ الراضي 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 والمجيء انفيصال ما عنديش ما عنديش المعطيات الحقيقية حيث ما يقال وما يكتب ما اللي غير يكونوا عارفينه وما ما المعني بالأمر حتى معني بالأمر لا يكيش أمور تتقاركيش أو ما تقوله شي طيب أنا المبدأ ديالي اللي فعند تانعرفه في مجال كورة القدم لو أنني كنت مسير أنني حتى نتعقد ديالي تحمل المسؤولية ما عنديش معدك المدرب ديوا نجيب المدربين إلا غير يمشي المدرب أنا فشلت أنا بحش اختيار في دينتا نقول أنا هدا هو المبدأ ديالعام هو صافرا جواب لا 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 لأ 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 أنا كنت كان حمر معي بفلول حيث أنا ما عرف شي الحمر شنو وكان شي حاجة لتسدعي أنني أنا نقول لا الحمر سير في حالتك صاف الله إنك ما نكملش معك ما عرف ما هي ولكني أنا إلا كنت موسير سنصبر سنقول ما كنتم مشكلة نتعيش خدمة شي لأخر نقدر لحسب نتعيش المحصالة لا تستغني على الحمر سنحاول ما أمكن أنني نصبر ونقول بدي المسلحة ديال الفرقة تقتلية أنني سنصبر إلا كان شي حاجة اللي قدر عليها إلا كان شي أمور فوقت تقديلك شكل أخر إلا عاوتاني كان عندو خيلة بعشي واحد وشكل أخر يمشي في حالته ولأنه ده موضوع أخر أنت نتذكر لها شي حاجة اللي غان تذكر اللي غان قبلها أنا الآن مشا راضي إلاك الكلام اللي قال راضي وأنا أنا أنا نخلي قال ذلك الكلام ما كان مشكل نخليه إلاك النتائج مزيانة الآن ده بالنتائج هو وخسر أنت خسر أنت خسرتي فوزم شو وقع وكون بقى هو كون بقى هو وخسر لا كون بقى هو وخسر غان قوله كون بدنا المدر كون جبنة أحنا بدنا المدر وما كان ولو وخاة ده بحدا بقي بالتحاجة ولكن تقدر عندهم بارب جديدة عندهم بارب جديدة وجيدة بارب مزيانين وعندهم مقابلة جديدة وجيدة مخيبين جيدة مزيانين حي والحضود عند اليوز مومة وما عند شو وما عند شو في انتحاد الوجده انتحاد الوجده قلنا في غادي يمشي وغادي يمشي وعند شيرة انتحاد الوجده غادي يستقبله ويدة الفاس وغادي يكمله عند المسيرة وإن كان أنا تابع لي الجديدة عندهم إمكانية بشية تنظم اقراب صحو قراب من الصعود جيدة وابينه غادي يشوف راه اللي في تجزع اللي تلعب على الصعود ماشي بحال اللي تلعب على باش يبقى ف فالقصة طيب مش الهوات رام ربحو اسلا بخمس ساعة بحال اللي غادي راكين الفرق راكين الفرق اه راكين الفرق بينه بين اسلاكين الفرق علم انه اسلاكو انت يقلبو يعني هدي مقابلة اللي اسلاك ماشي غا نقول لك اه يعني اخي الامل عندهم اسلاك عندهم واحد وعجرين كل ربحو كل يدور معه وعجرين اذا ما يكنش عندهم يمكنك يربحو اي انه الخصم انه قوام النبي كتير و الواحد ما تشجر خمسة بيعنا راكز يشجر كتر را تضيعو فرص اذا بنسبة الجمور كل الجمورة دل مرة فم العبديل العبديل ايه واسسوا اذا بشوف ده با شين القراءة اللي غا يبقى ويضيرون الناس ديال 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 جديدة. هذا يحس حاسبين ده باش نو خصومي خصوم شخصوم استاد نقاط. استاد نقاط لا. الجديد الى الدو الى الدو خمسة ديال النقاط حتولي عندهم واحد اه خمسة نقاط هي اربعة وخمسين. اربعة وخمسين ووجدا يربحوا. بمعنى ده بوجدا ديال حسن وجدا الى ربحوا جميع المباريات. يزمو اه ليزمو اتحاد وجدا الى ربحات سعود ديال النقاط على ستاة وربعين هي خمسة وخمسين. يك جديدة يتعادلوا في المسيرة عند المسيرة في العيون ويتعادلوا فين غلع بها. كوكب. لا كوكب لا دو مخصو يربحوها. يتنزوا خمسين. ها؟ يتنزوا خمسين. وتعادلوا المباريه اخرى اللي خارجي اللي غي خرجوها هاد نوبا غي يمشوا فين غي يمشوا لعند الدفاع حتالي الجديدي. عند العيون والخيرانية غي يمشوا لتجيرة. بمعنى 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 انا مش هنخصو خصد نقاط صد نقاط. كم شاريطاته لو يزمو انه ويربح. يربح ولكني خنشوفو جدارو تليجمو معه معه جديدة لان ذاك ساعة وليتعادل غي خصد غي يكون ذاك ساعة آآ آآ يعني شدرسي عندي شدرس عندك. لو يزمو عنده الماتش الجاي خارجي عند اولمبيك تشيرا. اه. اه. اه بطشيرا. اولمبيك تشيرا غي يكون بمثابات الفريق الحاجر. اه. 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 غي لعبا. ليزمو غي لعبا. ويدخلو بيدا دفاس. ويدا دفاس فوضعية صعبة. اه. ونكن نسخرب اولمبيك تشيرا اللي استطع انه ديها 3-3 مع عام بمك تشيرا. ودر مقابلة كبيرة مع الجيش الملاكي. اه. ودابا. تشيرا كانوا مزيلا تشيرا كانوا مزيلا. اه. اذا. مكناس اذا هني هم. طبعا نادي مكناسي فين عندهم مبارجي. نادي مكناسي عندهم انصاد. اه. نادي مكناسي قبلو المسيرة. دا المسيرة عندهم بزرد الفرق يتعب عبو الصوف الاولى. اه. واخير المطاف. اه شكون الندي مكناسي فين غي يكملوه عند الراك. اه. يورك المهمة حلول مشاكي ديانهم على بكري. اه. اه. والحاسة كبيرة. اه. استطع انهم في في دورة الاخيرة يجمع نينيقاط كافية باش باش خلي عنده حضود. ما زال ما ضمن شرط مين ولكن. هو كنت تلحس تلحس بشي يربح. ربح وخليه فرام ثلاثة على برة وربح اه. اه. بشي ثلاثة ولا اربعة. نادي مكناسي يربحوا تتعادلوا مع تشيرة ثلاثة ثلاثة. جيدا فازوا على سلاب خمسة على صفر. اربح سطاد المغربية بربعة صفر. اربح سطاد. اربح سطاد. من الليل جوج جوج. خليفرة معارك. اه خليفرة معارك. ثلاثة. الواحد. هناك على مقدمة اه الامر اه. تميل. الى الجديدة لمو صاحبات نادي مكناسي. بدون ما نسوا اتحاد وجدة. بدون ما نحيدوا للكوكب بانه عندو امكانية ولكن ذاك شي شي صحيب. اخص كتر بحبت وشير شوف هاد الضرف لبه هاد الضرف هذا للفارق اه ما عشي كيف صحات الامر اه مدرب اخسر اه 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 تبلو بانه وش جديدة فيتاب خمسة دي النقاط لا لا الكوكب اه الامر الصعب ودل على ذلك انا هم الرئيس رئيس دي الكوكب دل بلاغ لنا لا انه غيتمحها من مكسب وغيديره جمع عام كوكب مراكوش مباشرة بعد هذه المدينة وش بدل دي المدرب اه اه ورد للفعل لان هذه المدينة الامس هو هاد هالمكتب موسير غيتغير اه لا انا صارح هذا الشي دي لاب الصحابي تبلو شو الكوكب غا دي العبو اه لا لا عنده مباراة مباراة مع اه اتفاق مراكش انت البالاغ دي الكوكب مراكوش يعلن رئيس نادي الكوكب مراكوشي لكرة قدام السيد دريس حنيفة عن عقد الجمع العام لسيد نائي الفريق يوم السبت 22 يونيو الفين وربع وعشرين تلقى من الساعة الخامسة عصران بقاعد ندوات تابعة للملعب الكبير لمراكوش ويهيبوا بالمترشحين الجدود لرئاسة النادي ان يقدموا ملف الترشحهم تمانية ايام قبلة تاريخ عقد الجمع العام وذلك 22 يونيو يعني يخصم يعطعهم مهلا مثلا تلقى اه ادي الله يونيو ايضا عندهم الوقت عندهم الوقت امم ايوه سيدي اممم وحدّس رجاء الواحي في الكوار أرضية الذين بنهاسين لحد الأول وفي حالة حالة تعادل جديدة ليسمو في عدد نقاط فالغلبة ستكون الديفة لانه انتصر على الفريق ليليو يسمو انتصر عليه في جديدة بواحد الصيفر لانما مبارد ديب انتصر بصيفر لميت ايوه صفيا هادي كل اشبه من ذلك الفرقة يكون حاسب ايه 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 يعني الجديدة غدا الاتجاه ديالا غدا في الاتجاه ديالنهات امم يعني الجديدة دابا حسابية خاصة ستنقاط همم حسابيا جديدة خاصة ترحجوج مباراة لا لا خمسة لماذا خمسة ديالحسابات ديالحسابات لا بدون انتظر مباراة الثالثة لانه الى خمسة ديالنقاط بصو يجيب ثلاثة ديالنقاط في نقطة في نقطة انا قلت لانتصر جديدة مباراة لا ينتظرش المباراة الاخيرة ايه لا حيث هو عند جديدة مقابلة خارج الميدان دياله ايه 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 انه حتى لا تعادل خارج الميدان نربح في الميدان دياله ايه تعادل تقدير يجيبوه اما الى جبل محرس هاد الامور ايه يعني هم يكرهوا شيء انه النهار اللي يدخلوا الكوكب يفوزوا عن الكوكب ويه ويصعدوا دابا هاد الستدعاء ديال ديال الجبل عام يعني بحلش واحد يمكننا خرجناه من دائرة السباق ام وبشرة بعد الهزيمة وانتبا احنا خرجناه من دائرة السباق وتدريصة في الامور بحسي بس ثلاثة الدورات ما يمكن لك شيء ت اه اه وعنا محل هالشي ديال مدريف مدريف اه فربعا ديال المباراة الاخير فربعا ديال المباراة الاخير ديبا اهو غيل عبال الحد القليل اللي عنده غيل عبال الحدك الحد القليل الحد القليل امعجيز اخصلكوك مرضي بش صحيب صحيب ديبا مع اتفاق ديال من ركش ديبا مشي غي نقولك ديبا هدي كورة القدم ها هدي كورة القدم اتفاق ديال المراكش تاوما غادي يقلبوا هدي مباراة محلية محلية لعبين تاوما على البقاء اتفاق ديال المراكش يبليهم حتى هما في هاد المقابلة هدي اه تقدر تكون هي السابق ديال ديال البقاء ديالهم في في البطول احذيرها فيها وصر انا ويدا ديال فاسم قبل المقابلة شباب التصوير ايه واخنيفر اللي يخسر مع الراكب ثلاثة ما يخسر شاعة او ثانية فخواني فقايا بخايا يخسروا وخارجي الوافع اللي يزموا اه واتفاق مراكش من دخل الراكب هاكوك ايه واش ممكن ان الراكب العرفو يقي يعني اه يسادوا قبل ميه والدورة ثلاثين يعني الفرق ديال اتفاق مراكش يخرج عن الابي قريبه اه ويدا دفاس ويدخل جميع السابق ودبرا المنافس على البقاء اولاسمانية باتجوش فرقي كتر من الاخارين ايش اه اتفاق مراكش اه ايه وهما يا راكرا بين الراك را اه بيناتهم اه اربع ديالنقاط ايه اربع ديالنقاط اه الراكب دخل واتزم واتزم صافي اذا بقى الراك الراك الى غير بحوه واتزم وصافي امم انتهت انتهت الامور اه أتفق معاك سي حمزة لا أحمزة ما أنا لكن أتفق معاك لكن عندما تتكرر أخطاء التحكيم لفريق معين فهنا تطرح علامة سي فريق أنا أتفق معاك غير ذا بالمشكل هو أنه هد تتكرر الأخطاء رغم كين شي فارق لما تكررت عليه أخطاء حيث الأخطاء كثيرة يعني ما تضل منه كين شي فارق اللي بوحده تتكرر عليه الأخطاء يمكن في واحد سنة أو في واحد في واحد كإسميها الفترة من الفترات تتجمع الأخطاء أو الأربعة ممكن يا معادية انت كموحب من حقاك دير التبرير ولكني إحنا يا كموت بأيتي صعبة لنا ندير هذا انت كموحب والموحب أنا ما تقول شي موحب ولا لاش يقول هذا حيث الموحب منت يمشيوا في التشارة رغم ما في العالم بأسرية تقول لا كين التحيوز وكاين 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 أنا كاين في العالم بأسرية ولكني بالنسبة الوحد اللي تنتذكر بحنا نحنا كنسل الإعلام حيث تيصعب عليك أنك تقول لا هذا الفريق مستهداف إذن لماذا نقول هذا الفريق مستهداف خاص لي كل حد كل دورة ندعطي لأحد الفرق المستهدافة إلى مثلا تفرض تفرض خطأ ضدوء أو ضرب الجزاء ونقول هاي يولا والتاني والتالت هاي تلقى وغلقوا بحنا تنذيرو شي حويش ليه ماشي معقولة هاي تقول تدخلها في إطار الأخطاء التحكمية لدخلتها في إطار بأنه فريق مستهداف غالت في لائد المطاف غالتخرج هتلقى بأنه 16 فريق مستهداف نعم 16 فريق هتلقى بكلهم مستهدافين حيث غالبقوا ندعطينا هذروا عليهم في المغادي يستفد واحد فريق تتظلم واحد حنا غالنقول هذا الفريق تستفد وهذا تتظلم حرام عليهم مضلموه ها ومضلم لحد المجيعة تقول لهم مضلم ولكن في الموقف سنقول شكل يستفد إيه و لما غايكون هاتش تتظلم قا نديرو لائحة ونديرو لائحة ونكتبوا الفراق المستفيدة من التحكم وبأي حق قا تقول بأنه الحكم يستهدف ما عندنا ما عندناش دليل والمحب حقك تقولها المحب من حق ما المحب ما كيش شي سلطة اللي قا تقوله لاش تقول بأنه تقول لا سيانا ما حنا فرقة دينا مستهدافة قولها تتصبحت ولكني أنا لجيت وقلت ودي بي أنه الفريق فلانفاني مستهداف والحكام بالعاني بغينيه فينو الدليل اللي عندي أنا انا ما عندش دليل ما عندش دليل نهائيا ما عندش اللي بكل محب ولا الجمهور او الله ما عندي مسألوا اعطاهم او بالعاني ارى وقالها قالها ايو ولكني اليوم قلت على هذا الفريق قد نقوله على الاخر قد لا كي الحالة اللي تيمكن اللي قا تحسن فيها وقعات ميرارا لما تتقوله بدي بي أنه واحد الحكام شي حالة اللي تتكون ما فيها شي ووضوح تغطيه الصلاحية للحكام أنا دائما تغطيه الصلاحية للحكام لما تكون نقاش بعد دوبات حنا هنا تنكون تنشوفه تنشوفه شي القطع انت تتقول الله ضربه في الرجل تنكون لاش يعني تكون فيه تكون الشك تكون الشك الحكام عنده الحق صافي عنده الحق القطل اللي مشايله طرف الآخر ما يعجوهش الحالة ولكن لما تنشوفه مثلا بحال دبات يبلك بأنه الكورة بايلة بأنه على بره تقول له دي الله هذي رأي ممكن شي أنا ميرارا نقول بأنه دي ما كيش حكام في العالم يصفر يضرب الجزاء ولكني لما تشوف الحكام صفرها بطريقة الأخرى تقول له دي كيش حاجة وليكني ممكن تقول له بأنه لارب العاني لأنه ممكن تقول له رأي دي حكام مشري أو 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 تدير واحد تقول التموضع دي الحكام أي صاحب الشركة المهمة تتعطيه موقف الحاجة اللي هي واضحة مية في المية والمية في المية تكونوا قلال قلال دبع لأي دي واحد يقول لك لا ما نتنبغي الواحد يعطيه 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 يكون حاسم يعطيه رأي ما نعطيه رأي في شي حاجة اللي واضحة دبع حنا الحالات تتلقى بأنه المهاجم شنط فراسه والمدافع شنط فراسه الفرقة من هنا تحتج احتج تشوف غدر بنتمش يكون غادية للفار الفرقة من هناك واحد يقول له مقصر اخوتي يقول له تضربني أنا دليه يصفر هالحاكم وغا نقول له عندك الحق فالحاجة لا فيها الشكة أما الحاجة اللي ما بينها شاية الحاجة اللي اللي غاد يجيك عودة ثانية غريبة جدا هي دك مثلا الحالات ديال الفار اللي تمشي ديال الحاكم ما تيمشي اللي الحاكم ما ديال الفار تشوفو بعد الحالات اللي الحاكم ديال الوصد ما عرفوه ما عرفوه ما يشوفوه واللعابة ما تعرفوه ما يشوفوه والجمهور ما عرفوه ما عرفوه والفارتي يقلب على شي حاجة هذا هو باللي تخليك يدخليك شك شك هو هذا شي واحد ما جاء يا اخوة الهلم والفارتي يبقى يقولك انا غانج بتكشي حاجة ونخلقوا معاش شي ميش وتالك ومززمنة عندما تكر الأخطاء متفقين والعربي أنه يقول بزرف ديال الفارق يتكون عاقي على الحالات ديولهم حالا لولا بحكي ما بديل برسول مع الريال تجمعهم ده بحتال ديولنا مقولهم بديو شبعو ها تاهم ما عندهم شبعو ده برا كلهم مسؤول في الفارق ولا كل نادي عندهم هاد الفارضيات هاد مهم لا هاد المباراة هادي كانت نجيبه فيها طواب واو ولكن يعني كانوا أخطأ ديال الحكام يعني جميع الفارق عندهم ترتيب ديالي جميع الفارق يعني ومشي غير منذ سنوات دائمة كانت نواد الكلاب انه الفارق كان مثلا يوصل هذا اللي عنده ستة واربعين يقدر تشكل عنده هاد اللحظات هربعة وخمسين نقطة والتي نظران الأخطاء ديال الحكام ولكن أنا نتمنى انه نوصله نوصله واحد الوقت للفارق انه يدير بعين الاعتبار هاد الأخطاء يعني ديال الحكام لهي ضروري فرق هذه انتها القادية ديال البرمجة هاد الفارق ستلعب في نفس السوقيت مع هذا الفارق باش مستفتش من من يوم راحة زائد سيخسة نعوده فيها مهات انه الفارق المحتري فان مخصوش يدخل في في الحيتيات ديال اش في الغي لعب الأول في الغي لعب الثاني وصل ما كانت تحتو على اندية كبيرة هاد القادية ديال البرمجة في نفس السوقيت باش ننتفده واننا نعطيه وراحها زائدة يوم زائدة لفارقة لفارقة اخر تتحيد حتى ايه بطولة احترافية لنا وما يمكنش لفركوزن اه لعبوا نهاية ديال كأس المريا اه لعبوا نهار السبجيك اه لا ما قالوش عجلنا وحنا يا عنا ما يمكن شاي وهادو خرقاسين احنا لعبنا ومباراة وحنا الفرق مضمرين وعاد خاسرين هرا هي اللي هدث عليها في كلمة ديال البرمجة الناس تتبرمج تتبرمج في كمتي يقول لك على الخاوي مش يال الخاوي بمفهم ايش عجلة لا 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 تتبرمج انا اللي تهمني هو انه واحد البطول وواحد البطولة غدا تبدأ نهار سبعة واغتي نهار تلاتين كنك نهار سبعة كانت الدورة اللولانية والدورة تنهار سبعة عشر والثالة هنها واحدو عشرين تلطى تنستفون هاد الشكل وتنقول بان الضوارة انه سبعة عشرين غا تكون نهار السبت ولكنه نهار الاربع را كنة بطولة افريق كنة كنة شمبيونس ليغ تيتبرمج بهاد الشكل هكوية ما احدنا ما تنبرمجوش هكوية تنضيرو الخواطر امه تنضيرو خواطر انا ما يعني بعد نبار تلقى بانه الفراقي الكبار تيلعبو مباريات محلية في مستوى عالي جداً وتلقى عندهم مقابلة مستوى عالي جداً أيضاً في المنافسات الأوروبية لماذا؟ لأن هالناس يبرمجوا ما يبرمجوا شيء حتى تدار القرى حنا حتى ندير القرى عاد مقابل حطوه لا وما تديرش الرجا مع الويداد حيث الويداد لحد المجيء غادي يلعبوه الرجا غادي يلعبوه إذن أجلوها على ما نأجل أنا غادي نحط البرامجهم بعد ما يدار التراج إذن التراج قررت لي رجا مع الويداد لعبه نهار الثبت ونهار الاربع كينة كأس إفريقيا؟ ما عندي ما ندير لكم تحملوا مسئولياتs مش تحمل مسئوليد لديكم هذي القرى ليب احنا الله ما تنديروش هكوي ما تنديروش النهار ليه الجولة الجولة مثل الجولة 22 إلي جداً الجولة 22 غادتلعب نهار السبت وفيها الرجا مع الويداد وعدنا الرجا مع الويداد غادي لعبوه كأس إفريقيا في مغربة نهائي نهار الاربع تنعجلوها لا حتى يلعبوا ما كيش هاتش هذا ما 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 حدث نديرنا شي ما خدامين ما خدامش خاصنين دير البرمجة ديال ليجوني دورات ومعد ما دير القرعة غنحط كل دورة غنحطها بلايسة في المجهة ما تقول لياش لا أنا القرعة عاجبت هنا يا شركين ما 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 كيشي حل اخر يمكنك تأجلها بروعة وشنة ساعة يمكن يكون سافر أما أنا نأجل دورك لعني الجولة كاملة لأنه لا أنا مكتب عليك ما حدث نشو بي أنه ما درنا شي تنديرو قصة بالبطولة مادم ما تنحطو شي النهارات حيث شكل غيب يعني باش نحط النهارات أنا بيتنفلوش كل مانع شكل مانع وش النهارات يتبدلو والشهور يتحيدو النهارات هوما هوما يعني ما دم أنه عندي شكلة والإكره اللي عندي zie стоרא عندي هو البرمج هو البرنامج دولي البرنامج ديال الفيفا اللي ضazo ديال الفيفا وعندي المنافسات الأفريقية إقصائيات اللي عندي وأعندي هادو هادو تنحطنط كانون compatible ليه كامل وتنكون شي男نا ما يتقز الفيفا هنا ما ييتقز كل جهما لا غير أخر القطنون منفرقو على هاتشي هذا هذا الشيلي كيد لا مشهي لها عادية بحالها عندك مثلا عندك غتعطي للأسلاة عندك العمل 30 سمبر و غتفرقها على لا عفت الفرقها على العابة يقول لها غادي كلها غادي كلها غدا تحيذوا و مش شير أخر غدا يقي لها اللعبة اعطي للإنسان سنحن نعطي شيء مثيلة زماعيني باش تكون أقرب للواقع هاد شي ديل البطولة اللي تندير فيها البرنامج ما تنديرش فيها المباريات حتى تندر القرآة نقولوا واش نحطوها دي هنا ولا هناليا لا ما مخدمش باش حيث هادي الحالة الوحيدة اللي اتشي واحد ما يلومك تيقول قديشو فاك درنا 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 دوارات اضطينا وبهات الشكل هيك اضطينا وتضطينا الدورة مثلا تلتاش غال لعبوها خمسة مية مم اضطينا هادك الدورة التلتاش والله ما عارش كون فيها يك عدرت القرآة اضطينا تلتاش مية نفرضه مثلا تلتاش مية كينا آه البطولة وكينا نهار 18 مية كينا كأس افريقيا كأس افريقيا معروفة اولا الدور تاني او المجموعات شايا المهم كينا فكأس افريقيا يلي الفاريق ديرنا التقصار ما لاعبش ولكن لك كنت مؤهل انا ما عارف شاي نهار نهار دك سبعة مائة سبعة مائة مائة و ثمية مائة اللي قلت انا ما عارف شاي كلها الى تحتك في الجيش الله عاونك تحتك الرجاق الله عاونك تحتك بيض الله عاونك ما عندي مندي بك لك ما تحبي المسؤولية اما الى خليتي ما تتبرمش لما تجيد للمراجة كنت لا ما تديرش ما رحيت عندك اسئة فرقية اي وادع دك اسئة فرقية وانتحفظك الفخ ديال عاوني الله واحد نبو احنا كنا غادين البينين واحد كنا احنا غادين وكنا غادين ما دايما غيبقى ودايما تابعينك وغايش فيلك لا الرجال كاتف جزائر وجابوات لعب جديدة وط فعلاش حيت ما كيش هاد الشي هذا اللي قدرنا عليه اما هالشي اللي قدرنا عليه كونك الفرقية تخرج عليك كنت ما عادي باندي رشير هذا التفقين عليها اه قرعة كأس العالم ديال الصلاة المنتخب الوطني المغريبي وقعته للقرعة في المجموعة الخامسة بجانب المنتخب بورتغالي حمير لقاب تاجاكستان وباناما باناما يا واحد الاخي نكتبي انا طايلاند وانا باش نعب لعلي باش نعب لعلي باش نعب لعلي باش نعب لعلي باناما باناما فيتين اتلقينا معافة لا اي 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 اه لا لا ما المجموعة الاولى فيها اوزباكستان هولندا الباراغوي كوستاريكا المجموعة التانية البرازيل كوبا كرواتيا والطايلاند المجموعة الثالثة الارجنتين اوكرانيا افغانستان وانجولا المجموعة الرابعة اسبانية كازاخستان نيو زيلاندا وليبيا المجموعة السادسة ايران فينزويلا قواتيمالا وفرنسا الانيو 24 المنتخب مقسم على السادسة المجموعات واكيد سيكون تأهل الولو الثاني اضافة تاني الاربعا دي المنتخبات اه الاحسن اللي محتل للمركز الثالث من اصل السادسة المجموعات وابعت الحال يعني بخلال النظرة الاولية كازمان بانه الحضود عن المنتخب الواطني مغربي بيجري المنتخب بورتوغالي من اجل المرور الدور الثاني ان شاء الله سيد عبدالرحيم سيقول بان السلام عليكم سي سعيد بغيت غير نصحح واحد المعلومة معلومة ان شو هذه المعلومة اللي غا تصحح بزيان باش انها تنصحوا المعلومة دي وانا اه هو ان المصريين هاد الالقاب اللي فازوا بها انا كنشوف انها كانت عن جدارة شي معلومة اما بتاحد بحيدهم جدارة ديلو جدارة واستحقاق لان في الماضي جميع الفرق الافريقية الصعبة الكاميرون نيجيريا كانوا كيربحوهم هنا اتكلم عن الفريق الوطني ديلهم الفرق الاهلي والزمالي يجب ان نعطيهم حقهم انا في نظري ان هذا لم يأتي بتواطئ من الحكام او الاخراج كمواقع مع بركان انا في نظري هناك اشياء غريبة في الكورة انا في نظري الالقاب تحبهم مثل ريال مادريد دا رأيي ديرك احترام ما ما Frieder علينا لم اقلنا شي احنا تقولو بانه ما يمكنش لو واحد غير يفاوس بيد القاب داعي لم يكن شي عنده فريق متعيم و لكن zen بعده ابنت كذلك ااااااا بانتفعله أاعونك بعده اش اه لا وللأ فريق الأهلي الأن هو الفريق الأكثر تويجي وعرفنا بأنه الأهلي غير في من 2000 قبل رزي ماليك الميصري كان حسن من الأهلي محيط عدد الألقاء ولكن من 2000 إلى 2024 لم يكن هناك الكثير من الألقاء وقت تلسى دي المرات على التوالي الآن جوج دي المرات على التوالي كان اعتقد بأنه فريقية صعب أنك خاصة الفريق يستقبل في الميدان دياله وصعيب أنه وضيع اللقاء وخيك المستوى دياله ومشي دك المستوى المعهود عليه الآياب جمال الآياب المباراة الآياب يعني تكون الحضور بجانب الفريق المصادف المقابل النهائي وضيفي لذلك ذلك النقطة ديال التحكيم والوضع بعيلة تيبار الأخذ بعيلة تيبار هاد الفارق من التصرب واحد للصيفر أوروبا تشوف يوزيك مكيش ديكش درب الجزء بقيقة تسعين كتس لا ما سيعرفوش ملكش هادف بطاقة حمراء كتسفر أفريق ما قمنا ندخلناش لهذا الدول واحد سيد قال لي يابي أنه أرى الحكام لا مختصر قال ليك في الحكام في أوروبا حتى وما تيباروا أخطاء يعني سمعهم أخطاء كبيرة ولكني بحالة بغيت تقول يعني ما 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 تنبرزوها شيء أشي ما تنبرزوها شيء ما تنبرز شيء الأخطاء تحكيمة ما كتدوز بسميسه بشغبات الماكين ما تنقوله أشي ما تنقلو تتلقى بأنه الحكام تصفر شيء حاجة مشية هادك تكون طرد الفاعلية اللعب تكون طرد فاعتي تارى مشية رتامرات ما تتوينه ولكن هاتشي كلشي ما تعداش خمسة عشرة دية التواني بقى اقصى تقدير وانتك تنفد كورا حنا الله حنا راه لما تكون الخطأ راه تتجمع عليه الفرقة كاملة تتجمع عليه ولا درا ودا ودخل الطبيب لا هما لا هما اللعابة ماشي اللعابة تي عاونوا تي عاونوا تي عاونوا تي عاونوا مني ما تيصفر ليش هاتي حنا راه صويروا حنا الله هاتي يقول له بقاطع انا بغير المبارية ديال البارح البارح ديالو البارح تشوف بزر ديال الحالات ايه الحاكم تيقول له تيدي ولا لا تيدي لك الحاكم ما ما نعصرش ولكن ما نعصرش انها بتلعام ما نعصرش تاوت هي شو غير المبارة ديال ديال السيتي مع موششتة عنا رجعوليها ديال الفيضة ديال كأس الانجلاتيرا واحد مقصره اصداع ومع ديال كلام ماشي بدلور قاوله ضغياء ضغياء هدا الامور ضغياء ضغياء كمتن وضيت كلمات هما عندهم ايه لما تيكون اصدع يلاججش واحد اخر يتسان تصاحبه تيجي وربعة اخرين شيفرقه ما تيكونش كلهم ا كلهم تدابزوا لا تيكون دايما عندهم شي واحد لي تيبارد كما تيبارد السوق ماشي ماشي كل شي ماشي كل شي تمشي تمشي لا كلي تيجور صحبو كلي تيجور الاخور آآ آآ سعيد يمكن أن تقول سعيد واش مكينة شي طريقة أو تكويه يمكن من تعليم اللاعبين تحتيس لكهم سواء مع الحكام أو الجمهور أو بعضهم من بعض لأنما نرى داخل الملعب يمكننا ببطورة أحياء والدرب آسف على التعبير أقدر نقول متفق معك يعني شخص آآ ماذا الحلقة؟ ماذا نقول لكم ماذا ببكة؟ خص اللعاب، ده باللعاب إلا ما دفع شيء تقول لي بحلة تعطي إشارة للجمهور بأنه ما تتفش على الفرقة عمل بأنه خص البداية باللعاب يعني ما عندك مدى يخص تتقبل، يقول لا الله ما تخوش عليه ولا ما تأخذ حقك طبعاً لها كارا كارا كاتاً، يقول لا وانت اسمع باللجمهور تقول لا عندنا الفارغ، عندنا الكابيتان ديكيب بيرد ما تعرفش يدافع، خصك تغوت، المشكلة هو أنك ما تتغوت، لا تأخذ حقك إذا شو خصك تدير، خصك تغوت، فهنا عملية ما نعرف، أنا عرف صعيب تكشتنشو تنشوف أوروبا صعيب يتحقق، حتى على بالراحة الجمهورت ما كنت تقبل بزردين حويش أنا ذا بحالياً تنادي باش أنه الأمور تتطور، ومع ذلك تنتفاجع وصعب، هادرها، أنا ما نقبوليش بالنسبة لي أنا، ما خصي تقبل على رأسي من انت شو شي فارق خاسر والجمهورت يضحك، تجيني غير عاشي على شي يضحك بحل بخصي، خصني خصي تو يتخلق، بحل بشي اللي يخصني اللي بتنعيشو هنا، لا تدحك فالله خاصي نقول اي ولا لا عم تدحكوا، فارق خاسر وتدحك خاسر ثلاثة يصفق على جمهور يعني متعودين عندهم طريقة أخرى كما تقول لك شو الملعب من أجل السمتاء، من أجل فورجة، ثقافة ذهب، الملعب واضعين يعني خلالها يعني الاحتمال دي النتيجة السلبية دي الفارق والأهم بالنسبة ليهم هو ذاك اليوم اللي كي دوزوا في الملعب يعني بكل الأشياء اللي كي توفر في ذاك المعامل ضمنها مبارا دي الكرة القادمة، وبالنسبة ليهم يعني كيتمنوا بالفعل يفوز في المقابلة، ولكن لما كانش يفوز يعني كيستمتع بالمقابلة، وكينتظر المقابلة القادمة من أجل أنه يعود ذاك الخسارة، ويحتفل بالانتصار واحد أختي يقولك تحية الأخ سعيد، إذا أمكن إشارة إلى المنتخب الوطني بساق وحيدة، وللتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب دي الغناء مساء هذا اليوم، منتصنا على المصريين، فعني هدف إطار أخبار تقدموها الزملاء في أخبار حينها تنقشوا لأنه يعني نبغيو ننقشوا هاد المواضيع، ولكن ما تنشوفوا الشيء، ما عندنا شيء لاكسين الصوار دي هذا وصار حسن يعني ما نقترش من باب التنويه بهذا الفئة من رياضي، هذه مستعدة مقبولة، ونتمنى أنه يفوزوا باللقاب ويدللهم الاستقبال ليستحقوا يعني والتقدير اللي عنده ما في أشك، فاحنا بغينا هو بيحصلوا على اللقاب وغا يدخلوا في إطار، إنه الحمد للإنسان قا يتكلم على أنه راه هاد الصحو اللي كيناه، ماشي فقط، في غفل في كرة القدم على مساوى الدكورة، في إينات، في صغار، فالآن بساقوا عيدا، فمعنا إلا أن هنهم صراحة يعني هشيوت للصدرة عندما يستقبل تتوان الجيش مع علم إن تتوان عندها علاقة قوية بالرجاء البيضاوي وأشوف كل مقابلاً قد يحكموا ذاك اللعب اللي داخل الميدان وكرة القدم في هاشي حسابات ما تتعرفهاش باش عرفنا تقول عنده علاقة قوية مع الراجاء، عنده علاقة مع الراجاء، عنده علاقة مع الجيش مع جميل فيها لا، هاد علاقة كورة تتلعب يعني ما رأى الكلمة دية التهون التهون إلا كان في شي حاجة خسي خسين عرفها صراحة يعني ما نكتبش عليك المثن هتروع له هاشي دير الفيرق اللي تتخلي مباراة كان عبارة عن نق ماشي كانت مسألة مفروض ماشي مفروضة مم كانت خلي نقول مفضوحة، معروفة تنعرفوا بأنه الفريق اللي كل هذه نقولوا لا، علاقة محسن؟ لا، تخلطوا بشان دي الله ما تيمكنش، ما عندكش ديلرة وخلع بانا نعطيها، نعطيها، نعطيك كورة للخاص بشجلانا، ما عندك شي ديلة لأنني أعطيتك كورة تميرت خاطئة بحلقة تميرت الخاطئة في كورة القدم، إن كني أخلها بإطار كورة القدم ما عندكش دليل، ما عندكش دليل، وخدا تجعل لي يربح ما هو الدليل اللي عندك؟ ما؟ هم تقول قليلة أو لا يدعيه نعم بعدها حارس، آآ نوير نوير معي لير مادريد بعدها تخيل لعب حارس، هنا يا بطولة جاي الكورة سهلة ضرباته والله بقى يحلفك بالله ولا يتطرد بالعالي بغي يخرج هذا كله بالعالي بغي يخرج او حتى انه خليها الدخل رأي ما عندك شي دليل اللي غايبين بأنه بالفعل علاش انت انا غنقولك بأنه هذاك شي دوره ميران انتي كران لا غير هو سي سعيد منك يكون هالتنافس القوي بين جوج ديال الفيراق على البوطولة خصا على البوطولة يعني راميران انتي كران شفنا بكل صراحة يعني دوكل الخصم اللي ما عنده ما يدير بالمقابلة ولا بالنقد المقابل كي ادي مقابلة كبيرة بوطولة دي المغرب انا بعد ذلك كنت تحضر الحالة الاولى الحالة الاولى حسنية تقادير والراجاء متنافسين على البوطولة الراجاء خصتوا انتاصر على الكوكب هنا في الضارة بيضة ويفوز باللقاب لم يتسنى نتيجة ديالة وكان ما انتاصر على الكوكب بجل صيفر ايه دقة تسعين الكوكب وصل ردون بوطولة يحينوا الجيش المالكي في الرباط فايز الحسنية باللقاب الموسم الموالي الكورة عند الجيش فصت انتاصر على الكوكب وتفوز باللقاب لم يتسنى الراجاء الراجاء اللعبه في قنيطان قنيطان بحوب 3-0 بحوب 5-0 الجيش رابحه بجوج الواحد دقة تسعين جوج الجوج الكوكب ردد البوطولة في 2010 ذكرت لعبة الويضة دولة فتحينها والجيش والراجاء في الرباط الويضة خصت انتاصر وتسنى على الاقل تعادل ديال الراجاء والجيش باش تفوز باللقاب الراجاء كانت خصت ربح في الرباط مربحه المبارات هاتفوز ديشت ملاكي الويضة فازوا على الفتحة وفازوا باللقاب لك انا كانت تحضر بعدها في هاد المقابلة اللي كتكون فيها خاصهم بغم انهم عندهم يديروا المقابلة كما يقالوا ولكن كيلعبوا الكورة هاد الحالي هاد وش نوهوا بهم ولا انظروا فيهم الله وهادو خيبين ميران وتكران دب احنا لما تكون مثلا يعني كاسميان اه حالة ديال ديال فارق ستعدل مثلا تعادل وكان خاسر كان خاسر والفارق الاخر وحذبه ودفع ده الغلط اه انا ما نقوله اشهر تعادل انا نقوله ان الاخرين خلاهم بالعاني اعطاهم دياله تعادل لما ندخلوها شيء في عطر اه 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 او هادك اللي تجعل هدف ديال التعادل ديال الرجل شنو خلاه يعني ولا كبشي خطع شنو انقول الله شارية اه شارية الفارق الخصم اه اه اخصى نشوف هادنوبة الامور اللي هي اه فيها ايجاب بحالات شيء اللي قلت هي هاد الحالات هادو تعجبوني بحالات تعجبوني بحالات اللي انهم تيبيينو بالفعل بأنه اه كانوا بطولات اللي تلعبوها هكو حتى الاخر دقيقة ناس دا ورية هادك ديال قنيترا ديال قنيترا بقيت انذكرا للي بحالات الراجل انه احبت تلاتة وخمسة قنيترا جيش المالكي الدول بطولة في نسبة لي هم دا وصافي ما كانوا مشكين واكتر من هم قالوا ما لا نعارفين بانه وغيرتوهم وبانهو ورامتافقين غدير بحل المباراة للاخر تعادله وفي دقيقة ساعة لا بقى ساعة قال لي وانا كنت ديك الساعة ما كنا حاسبين انهو الجيش مالكي هم اللي غيجو عدنا للبرنامج اه 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 كل شي حاسبهم اه اه فاذا بهيس قناة نقلبوا على الراجل اه لما عيتنا الراجل قيت مع مم تمسؤول اه لما مشوش القناة تا واحد امشى اه اه ورزموش من عيطنا للعابة اه ام اما مكيتش واحده مش كانش واحد جمد ضربة دا المهمة المسؤولين ما مشوشش شي واحد مش هادك اله مشي اللي غيجي هدربة اسم الراجل ام أم مين عام دي كانت دي 2004 اه و العام الموالدة جيش في سبابة شوف عام 2004 شوفو الشوف الضيوف اللي جاو عدنا للبرنامج اه لعابة جاو من قناة راجل ونرباط اه دكسا عبارة شويكة لحانة لهم 2004 انحانات 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 ايطان حانات و وش هو جامل كازا ولا شي شي حدا أخر مقش عقل و لكني عقل بأنه لأنهم يوجدوها آمن وما يوجدوها مع محمد فاخر أنا شيت واحد المباراة دي للمونشستير سيتي مع يونايتد وطبعا تنتبع يعني شيء أمره بدر المباراة مزيانة أمره بدحضور متميز بآخر الموسيقى آه در المباراة مزيانة غير المباراة انت في واحد القوة واحد ندية آآ اللي لحت هو أنه الحكم القرارات دياله مكنش يعني في غالب الأحيان تتلقى صادمة عن يعني ولا بدك اللعبة ما عاجبوا شيء الحال ولكن اللعبة تعاون حكم تتذكر إشارة ديالة معدو حني راسو يزيد ماشي تبقى شد فيها لا 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 تعاونوا 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 معني ما 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 حتى يكترو في الحتيجاج نهائيا تقولوا هوقت أنه ما دين اربعمية اه لا تحكي في انجلطيرا شيء آخر فرح ما ضيعوا فيها وقت لا لا ما دخلوا فيها طبي بس آآ تتحس بواحد المقابلة بغض نظر على الموسيقى ديالها التقني ما شفوه سواعالي جدا ومهرأ منك شيء كبير آآ هذيك العشية ما 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 خنتها مبارا الدنيس مبارا ديالة ديال العين آآ خمسة الواحد شوفيان راحي شوفيان راحي يبينر مقابلة ما يكون آآ كان وراه هداف كبير آآ آآ قالب كان وراه آآ آآ في كتير لعب دابال مني غنجي من هدروا على راحيمي لما تيكون عندك راحيمي هو النجم مثل الفرقة بمعنى أنه تتلقاه في وسط كتباً الحرية هم معلوم هو في الوسط هو في الاسر والأكثر من هذا أنه اللعبة تيلعبو عليه لكن اللعب اللي تي عرفونه عنده إمكاني تيلعبو عليه يعني تتلقى بحل اللي قلت البناء ديال العمليات يعني مشي في نهاية المطاف في أول حاجة بحث على راحيمي هو تتنقل إضافة عنه الفريق ديالي يكوه مشيش فريق اللي يعني اللعب تيلع مفتوح ولكني أعطاههم مساحات وش من تيجيل هنا الفريق الوقت أنه غايكون عنده حرية حركي في مضغف إذن هنا في كي المسؤولي دي المدري بعد أنك تشوف اللعبة ديالي تيلعبو على بره عندما تجيبوه تستهيق لهم الظروف اللي تيلعبو في يوم والسنة باش يلعبو آآ إلا غادي يجيل لهناية وغادي يقول لي حبيس أنه ما يتحركش إهنا لأنك هنا هنا كين فلان وهنا كين فلان راه كلهم تنكتبوه تنكتبوها اللعبة كاملينة آآ نعف يعني غدرت عياد القبيل أنه القضية قادعة قادعة عند المدربة نعم لأنه الطريقة باش يتحركت قد يشوف أنا بغيت راح يميدرق خمسة في الممين من هذا الشي آآ ما جاء خمسة في الممين من هذا الشي اللي تيدير معه معه أما رابط آآ أما رابط عليها شو نقول لك أما رابط أما رابط للدور اللي تيقو به وما تضيعش قواري تنين تيكون هو دائما آآ مصدر للحلول في المخداشي واحد القواري تيقولوا هانا معك أنا واش أعطيها لي هنا لما تيجي للمغرب أما رابط يتبدل الدور دي آآ المشي المدري يتبدل هو تيبدل تيولي تيقول أنا هو اللي غان سيير الفرقة ما تيسيرش الفرقة في مونشستر تيساة تيدافع يدافع تياخذ كرة ويعطيها لي ويخرجوها مر مرات يبغي ديشي مبادرة ولكن في غالب الأحيان أنه واحد آآ واسعة الميدان مع نشو الفرق دايما هو حاضر واسعة الميدان ديال مونشستر دايما حاضر فيه متوباك الله بصحة دياله تتلقى بأنه دايما معمر ولكن ما عندوش إضافات ما عندوك الكرة ستبغي دي بها ودجو جو جو عم تقلب وبطيه زعينو ويدرب لا لا تعلم كرة كل شيء قريب لما تيجي هنا تيقول لي ياخذ الكرة تيقول لي الدور ديال أنه أنا والموزع تيقول لي فلاص اللي غاديكون يعني بحال كي كان كاسيميرو في الريال يقوله بحله هو كروس أو موديلج هذا يجب أن يتعالج كله يجب دوره منتخب لأن هذا الدور القتيد الرحيمي الرحيمي والنجم من العين الإمارات حكم تعلقه وفقية ضربة جزاء تجهيل أهداف تمرير تحسيمة في منتخب مجموعة من نجوم مثلا لعب المتحرك مؤخرا هو دياس فجا وفقا إلى هذا الدور سوف يتعلق البودريب يجب أن يلقى من التطور يفرض عليهم شيقة لتبقى كل واحدة قريب يمكن أن يقوم بالفرقته من الشيء الذي يدهر مؤسسسين لأنه إذا خرجته من الشيء الذي يدهر لا تحق ذلك لا تجعله تعتقد ذلك المباريات وإلا أنه يدعى وإلا أنه يدعى اه غا تلقها بمتاع انتقشا بطولة مع تركيا اه اه غير البارح اسميسو اه نصيري نصيري ربما اخير مقابلة لهم اه يمكن اه يمكن غينتقل دوري اجليزي المهم نصيري على قلة الكورات اللي تشد راه تيدر بعد الحالات وإن كيش يبطي راحض عليتي وكلا كيش يبطي لعبش برشلو اه اعطاه كورات بالرجل وخرج كورات بالرجل راه الهدف اللي تشجل اه راه راه بطريقة من ارمع ما يكون باش تشجل الهدف ديال التعاد واللي شجله ودائما كيش تشجل الهدف اه لا 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 هدف صعبة اه صعبة تسجل كيسجله لا اما الكورات بالرأس يعني علم بأنه ما تيقلمش الكورة بزاف ولكن الدور دياله مؤتير في الفرقة بطريقة كيفش تحرك تعرفين يمشي وتعرفه تتشوفه غير انا انا متلقى تتفرج فيه تتفرج شوية ولو الدوق تنشوف لما تتكون عنده تتكون للكورة عند الفريق دياله وتلقاه تيديا ذي ما راجعه وديرجع وعايش في قرافين يمكن له يمشي وما جيش الكورة وعاود يرجع لعب لا كورة اه لا دو عب يعني الدور دياله شحب شجل وشحب شير بعتاش ولا ستاش لما تقولوا شجلتي واحد الرقم بين الاهداف انا شجلتي على فراق كبار انا ما شجلتي اشي على شي لاعبين اللي كلها تقربت فراسو هادوا لاعبين هادوا والله ما تكونش ميتوا لا انا بشجعل الله تليسيكو على الرياو على فالونسو على بيلباو على شيرا ما سهل شاي من المقاشية لا كان واحد كان واحد واحد المستويات انسان يؤمن بهم بأنهم فيهم واحد الايقاع عالي جدا وفيهم تنافس من نوع اخر لا نكتبوش على راستنا انا سنعمل هادوا هادوا لا لا ما غديش هاي بطولة ديال الاسياء وانت عندك المستواع ديالك عادي وما غديش هاي بطولة ديال اوروبا ومستوى ديالك متوسط وما تكونش لاعب متوسط وغتكون لاعب رسمي في فراق لا انا ما تشوف هاد اللاعبين دي والنفذ فراقه كويه ابقاش تقول لي اواش صالح ولا ما صالح شاي دخلوا بعيني مغمضة غير متخلق له الواسط اللي يمكن يلعب فيه ماشي تقولي يا لا لا ما ما تنعم شي إلا ما تنعم شي بسين ما يمكنش أنا ان هادلعبة ديال المغرب كامل تنشوفهم دابا تلقاهم المرضود دياله في مستوى كايش مستوى عالي ألم لا لا شوف هذا يقودنا لاني ماشي تلحب امتدارات ديالنا من اللاعحة ديالغبة اللي ما تخرج واحد تسعين في مية من من الاسماء المعهودة اللي كانت في اللاعحة الصادق شوف انا قدر اقول لك رامي شو شبي هذا في اللاعحة لا اللي يدخلك يقدر غارة اللي عيضة من المشكلة اللي عندي هو انه خاص الناس لو انذ تخرج من دائرة التشكيك اه بحل ديالغبة في الياسر احنا بين بن صغير والراحة يمي ولا يفلي من بين عدلي وزياش ولا ولا بين صعري والكعبي شوف انا انا مشي معك بعيد اه يدخليبها وكي يبقى محافظ عليها لا يخليها ايش ما تخليبها حيط اللعاب اللي عنده ديالغبة ما عنده شي لعاب اللي غانقوله بأنه هذا ما يستحق شاي الفريق الوطني انه كلهم عندهم امكانيات هذول تعيتهم على برا مم اللي خاص هاد الفترة هادي اه خاص انه في هاجه جيل المقابلات يكون عندك هدف اه شنو الهدف انا الهدف دي مش يوين تأهل الكأس العالم هذي مسألة مفروع منها لا تأهل ديبو العالم الهدف لا الهدف اللي عندي من هاجه جيل المباراة هو انه المدريب خاصه يطلب من اللعابة او انه يعطيهم واحد اسلوب ديال اللاعب اللي طم انات الجمهور خاصنا تخرجنا من دائرة الشكل اللي عايشين فيها من كأس العالم وننساو كأس العالم خونتذكروا هاد مباراة ديال الكونغو ودزامبيا ودبها هاد يالكور اللي بغينا خاصك هادو اينا مشينا فهاجه جيل المقابلات وكالمساوة حتوى ونربحوه وكالمساوة غير مقنية كنتيقن بي انه المدريب غايكور في حد وضعية لا يحسن عليها ثاني شي نتمنى انه الونز اللي غا يدخلوه وديرو ماتش مزيان ونتاصروا ان شاء الله على زابيا نشوفهم المباراة تانية امام الكونغو برا زابيا باش نشوف دا كلفة مزيان ما كنتم مشكلة انا متفق معك يعني خد تفكير اللي بغيتي انا انا شي انا ميدخل ما عنديش مشكلة وخي بدل ما بي المباراة بغى ما عنديش مشكلة انا اللي عندي وخصني نشوف مباراة من اروع ما يكون ونناس يقولوا دا باان يالكورة اه يدخل بغى وخي بدل ما بي نجوش ماتش شي وخي يدخل شي بيدخل لاحكي يدخل فرقة نشوف يا فوتبول مزيان ها هاداك هو التمعنان اللي عندي هنا دا بحنا نلخصنا نشوفوا مباراة مزيانة رمشي نشوفوا اللعابة دب تصور بأنه غا ندخل راحيمة وندخل 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 شوفوا مقابلة ما هي شاي غاديوي المدري في فوضعية لا يحسن عليها خاصنا نقلبو آآ بهاد اللعابة ما كينوارو إذن شنو المصلحة الفارق الوطني ومصلحة المدري بواليد الرقراقي ومصلحة المسقبل ديال الكورة ديال المغرب باش ما نبقوا شي عاو تاني نضيعو هاجو جيال المباريات هاجو مباريات وخافنا هي تجونا في آخر الموسم لا خاصنا هاجو ديال المباريات نعطيه في يوم الصورة ديال للطمئنان هذا هو العنوان عندي للطمئنان راه من نهار من كعص العالمة حانت نقلبو على شي مقابلة الللي غا نقولوا هذه مقابلة هذه اللح لا ما عنااش مقابلة راي فيرونس ما عنااش مقابلة مرجعية ما عنا دخلش فا دخلي بغتي انا اني تدخلتي الكعبي م Huang ادخلهش نصيري وديه لعبي مقابلة كبيرة ما ننقولش عش مradale شنصيري أوله وانا ادخل نصيري ودر مقابلة كبيرة ما هنقولهش علاش انا ادخلت راحي وامدخلت شي بنت صغير ما نقول لك لش ما دخل من الصغير إيه لعبتي من الصغير ودر مقابلة كبيرة وراح يما دخلش صلت بخط خمسة دين دقاق ودرنا ثلاثة صفر ولعبنا مقابلة مع روعة ويكون جمال يقول لا كون دخلتي لا داب احنا احنا تنقلبوا على فاريق اللي المرضو دياله مزيان أما اللعبة ما تنذكرش عليهم اللعبة كل واحد راه كل واحد بلاستو راه معروفين المهم انتخس يعطيناه واحد الفاريق اللي يعطينا جو جيد للمباريات باش نتسننوا هذيك المباريات اللي جاي لديل تل عمليات المارس لك تل مارس مم وخير الله ولكني نشيفه انه فمر نميم المباريات جايين باش انه أما الى كان هاد اللاعبين والمستوى مشي وادك وشي واحد الصفر ولا صفر الصفر ولا شي ضرب الجهزة وشي حاجة مشي هذيك لا اعتقدم ان الوضعية ديالو قد تكون سليمة نعم وعلى كل حال ان شاء الله نشوفو اللي يحون بعد نتحدثو مع المستمع الكاجر شكرا لك زميلي مهدي اوبزيك شكرا لكم الى اللقاء غدا نحوي الله